مشاهدين أمساء الخير نحييكم في حلقة جديدة على الهواء حنتابع معاكم كل القضايا والموضوعات في كل محافظات مصر إذا كانت هناك أزمات ومشاكل بحثا عن حلول لها وإذا كانت هناك قضايا للمناقشة فالمناقشة يمكن أن تؤدي إلى تفتيح وجهات النظر والأراء التي تخدم الوصول للحقائق والمعلومات خلونا نبدأ بأهم القضايا بالتأكيد الناس كلها كانت بتتابع حادث المريطية الأطفال الثلاثة يعني هنجيب لكم بعض التفاصيل بعد قليل احنا صورنا في المنطقة نفسها الشقة اللي اختنق فيها الأطفال الثلاثة وحنجيب لكم تفاصيل كيف تم تحديد الجناه يعني وإيه هي وقائع وملبسات هذه القضية المخيفة اللي شغلتنا كلنا لما تلاقي فيه تلات أطفال يتم القائهم جثث في أكياس سوداء والناس تستيقز فتجد هذا المشهد لا يمكن أبدا أن فيه أي مصر يتعامل معاه باستهانة والبعض كان طبعا بيتعامل ما بحالة خوف وفزع وحذر لكن الجريمة لن تنتهي تظل موجودة وصلنا إلى حالة من الأمن والأمان تقتضي حتى أن الناس تقول طب إيه اللي حصل المؤكد أن فيه حالة سرعة وفيه حالة شفافية تمة في التعامل مع هذه القضايا والأهم من كده هي المتابعة بالمعلومات المعلومات هي اللي تقضي على الشائعات وإحنا نتيجة انتشار الشائعات خلال الأيام القليلة الماضية شوفوا الكم الكبير من الشائعات وهتلاقوا بعض الشائعات تنطلق من لا شيء وبعضها بينطلق من وقعة لكن يبتدي يختلق حولها بعض الحكايات والوقائع ويعمل فيديوهات يعملوها كده مطابخ لصنع الفيديوهات التي لا علاقة ألاها بالواقع لكن بعضها ممكن يكون بينطلق من وقعة حقيقية من تصريح آل ومسؤول وبعضها بيكون من لا شيء يصطنعوا تصريحات ويصطنعوا وقائع وهي نظرية جوبلز وزير دعاية هتلر يعني ثلاث مرات اجذب 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 فلابد أن يصدقوا كالناس في النهاية اللي هي لما تضخ الأكاذيب وتنشرها هو يعني الناس حتميز ازاي بين الأكاذيب والحقائق ده كان نظرية جوبلز وزير دعاية هتلر اللي بتطبق من الجماعات الفاشستية والإرهابية اللي هو يعني أنشر أكاذيب كتير وفين بقى وفين لغاية ما الناس يمكن أن تميز بينها وبين الحقائق لا خلونا نتعامل لما يجي لك فيديو أو يجي لك تصريح أو يجي لك مشهد حاول كده تشوف طب يا ترى هو منسوب لمين ومش جاء واحدة بس يعني إحنا حتى تعلمنا دايما نقول إيه طب المصدر إيه فيقولك والله صحيفة كذا أو موقع كذا وده له مصدقية طب في حد تاني كمان عشان نتأكد آه فيقولك والله ده كمان ده في صحيفة كذا أو موقع كذا ولهما مصدقية فالناس حتى المشاهد العادي حتى المواطن العادي قبل ما يجي لك فيديو أو تصريح أو أي كلام عبثي كده قل طب والله لما أبحث عن مصدره وشوف يا ترى قاله الوزير ولا لا يا ترى المشهد اللي أنا شايفه ده في مصر ولا ممكن يكون في دولة تانية ومن سنوات قديمة حتى يعني آه فنحاول نتأكد يا جماعة لأن فيه ضخة أكاذيب وفيديوهات وتصريحات مزيفة خلال الساعات القليلة الماضية تحديدا وده الحال يؤكد أن لا فيه حرب شائعات آه اللي هي حرب أكاذيب يعني اللي أنا لسه بقول لكم آه جوبنز وزير دعاية هتلر آه دخ الأكاذيب بشكل مكثف هي زيها زي مدفعية الرصاص اللي بيتم توجيهها وهذه الأكاذيب هتنتشر بشكل كبير وفي النهاية الناس هتصدقها أو مش هتستطيع أنها تميز بينها وبين الحقاء فإحنا عشان كده هنحاول يوميا نكون معاكم نشوف إيه الشائعات والأكاذيب اللي بيتم ضخها وحقيقتها إيه لأن الأكاذيب والشائعات دي أشبه ببلون منتفخ بدبوس الحقيقة فقط آه يتحول إلى لشيء يعني ضع دبوسا من المعلومات والحقائق بسرعة بتنتهي هذه البلون المنتفخة آه اللي بيدخموها جدا وهي لا أساس لها من الصحة هشوفوا خلال الساعات الماضية كم الأكاذيب والشائعات والفيديوهات اللي بتنتشر وكلها لا تعبر عن أي موقع عن لشيء نهايي وبعضها بينطلق من وقعة ممكن تكون حقيقية لكن بيتم اختلاق مجموعة من الأكاذيب حولها هنتابع معاكم تفنيدا لبعض هذه الوقائع يوميا للقضاء على الشائعات علشان كمان نقول للناس كيف يمكن أن تتعامل مع كل ما يمكن أن يصل إليك تتعامل معه إزاي حاول دايما ترجع الخبر إلى مصدره وتتأكد وده هو بس الموقع ده ولا الصحيفة دي ولا فيه كمان حد تاني ونحاول نتأكد آه على المشاهد وعلى المواطن العادي وعلى القارئ العادي أن يجهد نفسه وإلا حتجي لك أي أخبار كده في زمن التكنولوجيا والإنترنت حتجي لك كميات كبيرة من الأخبار ثق إن 70-80% منها لا علاقة له بالواقع حاول إنك تتأكد دائما من الأخبار قبل ما نجيب لكوا تفاصيل حادث المريطية تعالوا نشوف في التفوق دايما أنا بس اخترنا بعض النماذج التفوق ما لهش علاقة بالغنى والفقر لكن لما التفوق يأتي مع تلاميذ أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية صعبة جدا لا بيكتسب أهمية أكبر ما عندوش الإمكانيات اللي يمكن أن تتوفر لشخص تاني أو لتلميذ تاني سواء بقى الجو المهيئ والجو النفسي والإمكانيات اللي يمكن أن توفر له كل المدرسين الخصوصيين ولا حتى المكان الملائم والمناسب أحيانا الناس بتسكن في قوضة واحدة وحواليه جلبة وضوضاء لكن بيركز وبيذاكر وبيبقى بيكون متفوقا أحيانا تلميذ تضطروا ظروف الحياة أنه لا يكون تلميذا فقط أنه كمان بالإضافة إلى أنه تلميذ بيساعد عائلته على الإنفاق وعلى التغلب على صعوبات الحياة والله يا جماعة نمازج مبهرة ليه؟ لأنك تلميذ بيتفوق وهو في نفس الوقت بيساهم في الإنفاق على عائلته مع أنه بحكم القانون حتلاقيه يعني يقارب الطفولة يعني طفل طفولة أنتم عارفين رسميا تحت سنة 18 لكن مع ذلك شوفوا هذه النمازج المبهرة اللي لازم نحتفل بها مش معنى كده أن الذين تفوقوا لأنه أحيانا بيبقى فيه كراهية لأولاد الأفرياء يعني لا ده مش صحيح التفوق نحييه هنا أو هناك لكن أنا بسلط الضوء ده ليه؟ لأن ده تفوق محفوف بمخاطر وصعوبات معيشية واقتصادية بيتغلب عليها التلميذ وبالتالي هنا مجهوده مضاعف ومجهوده أكبر يستحق التحية ده التلميذ اللي كان بيبيع أنابيب مع والدته يعني نموذج مبهر لما يبقى من أوائل الثانوية العامة ده نموذج يستحق أن نحن نسلط الضوء عليه لتفوقه أولاً وثانياً لأنه تغلب على كل المعوقات والصعوبات المعيشية والاقتصادية في السنوية يومي كان بيمشي زي أي طالب عادي بيبدأ يومه بسحى الصبح بفطر والذي طبعاً بتحطي للفطر ما كنتش بذاكر اللي هو بالمزاج بس كان لأك ما كانش بحاول على قد ما قدر ما يعديش اليوم اللي خدت في الحصة لأن إحنا زي ما أنت هعرف حضرتك طبعاً أدبي فما يعديش اليوم اللي أنا خدت في الحصة غير لما أحاول على الأقل أراه بمزاجي عايزة زاكر بذاكر ما فيش مزاج إن أنا زاكر ما بذاكرش باتفرج على كورة وبعمل كل حاجة عادي يعني بدأت أوزع مجهودة على مدار السنة والحمد لله ربنا وفاني وأهم حاجة شوية في الآخر دول لازم أثبتهم ولو شايف أن الدروسي أو أي حاجة هتضيع علي وق أقعد من الدروس وما أروحش عشان أركز قاعد قدام التلفزيون نستني بقال لي في التلفزيون وفي البرامج الرياضية والحاجات كالعاد قاعدت قلت له أحدي والواحد والله كان يصف طبعاً والدتة تبقى موجودة معاه بس هي جاء طبعاً وفرحت وأنا اللي فرحتها هي عملت كل حاجة طبعاً وأنا بردلها الجميع فقاعد لقيتهم بيقولوا اسم من كفرشاة شوية في شوية خلصوا علم الرياضة الأول بعد كده علم المعلوم قالوا أدبي وسلقيت اسمي وسرطي مش أحارب والله مش مسد الحمد لله يعني قلت متوفة عن ضرب كانت الحاضة أنا عند حوالي 3 سنوه وموص مش 4 كاملين كمان محمود كان بسعيدني ما كانش كانت كنت بصعب عليه لما بطلع من هنا بالليل وفيها أيام كنت بطلع الساعة واحدة في الشيتاء بالليل والساعة 8 أنا فاكرة بالليل وإحنا جيبيني الأنابيب من البلد اللي هي جنبنا روينا دي من المستودي على روينا هو كان ماشي قدامي كان معي عربية قرر وغيرها كنت سنفاها وعربية القرر بتحت اللي هي اللي أنا بشتغل عليها حالياً دلوقت هو كان راكب على واحدة وأنا راكب على واحدة كل واحد معاه حصة كده حبة كده من الأنابيب هو كان ماشي قدامي بيكلمني أنا ماشي بعاية على إهانتي وبهدلت أنا وهو أنا يعني أنا زعلان عشان زمن حوج من آني طلحت إبني حتى بهدلته معي راخ ونروح منزل الحديد الفاضي ونحمله بدل المليان ونجد أوزع معاك يا ماما مولو لا روحي انت عشان تلحقت زاك برضو كنت باجي له والله يعمل اللي عليه برضو ويذاكر وعن رغم من ده كلتهم كانت في حاجات كتير نقصاهم طبعا أنا كنت بحاول أوفر أب وحاول أوفر أم وحاول أوفر صديقة وحاول أوفر أختي وحاول أوفر كل حاجة له قبل ما النتيجة تبان بليلة يعني ليلة ما كانت هتصبح تبان بقول لي العشر الأول بان يا ماما قلت له طيب يا حبيب عبالك انت كمان أما تبان وبقيت الدفعة قال أنا مش منهم من طول يا حبيب أنا ما كنتش قلت لك أن أنا عايزك من العشر الأول أنا يكفي النجاح الحمد لله هنا ما اشطلبون من ربنا أكتر من كده وأنا جاي في الطريق لقيت الناس بقبلين بقولولي ابنك نجح والمحافظة كلها هناك ومستنينك عشان يأخذوا كل المحافظة يكرموك انتوه دي ركبت العربية ونزلت قوي قبل ما نزلت من البلد بصت لك الناس كلها ببصولوا نظرة تانية وبقول لي يلا الناس مستنينك والصحفين مستنينك وقابلوني فعلا في الطريق ولولي ومحمود مش راضي ينزل ولا يطلع من عتبة بيتكم قال لي بيقول لا التكريم لوالدتي مش ليه ده أنا رايح معاه اشتركوا في القناة هاجر ديجب يعني ده ده نموزة جوة مبهر وقاعد كده ووجد انه اسمه من بين المتفوقين وهو بيبيع نبيب بتجاز مع والدته وبيواجه صعوبات الحياة المعاشية وبيتفوق يعني احنا بنسلط الضوء ليه على هذه النمازج لان التفوق عندها بيكون مضاعفا تفوق في المزاكرة وتفوق في مغالبة قصوة وظروف الحياة وشظف العيش ومشاكل الحياة اليومية والمتاعب الاقتصادية والمعاشية وشوف يعني الولد هو بيقبل يد أمه يعني نمازج والله يا جماعة مبهرة في الأخلاق والتفوق في زمن بقى دايما بقول الجملة دي زمن الأقزام للأسف الشديد اللي انه كفايا انك يبقى صوتك عالي وتملك القدرة على الصخب فتتصدر المشهد لكن دول الأبطال الحقيقيين يعني واللي ما بيشكوش يعني ما فيش شكوى لكن لا فيه مغالبة لظروف الحياة وتعامل مع الواقع أنا الواقع المعيشي مع الحياة كده وتاني بقول ده مش معناها ان الذين تفوقوا من أبناء الأغنياء لا الجميع متفوقون لكن انا بسلط الضوء على نمازج غالبة وتفوقت على ظروف الحياة بالإضافة إلى التفوق في الامتحان هاجر كانت بتشتغل في الأرض الزراعية مع أسرتها يعني أيضا من المتفوقات نموذج مبهر ومن أوائل الثانوية العام كان خبر سعيد جدا طبعا أننا أكون من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وتلقيت الخبر بالبكاء وسجدت شكرا لله والحمد لله ربنا إن الله لا يضع أجرى من أحسن عمل تلت سنوي كنت أسمع عنها كلام كتير بأن هي سنة صعبة جدا وسنة طويلة وهي بتسبب كثير من التوتر والإحباطات لكثير من الطلاب فلم أكن أبالي بهذا الكلام وتوكلت على الله واجعلت الله أمام عيني وكتابه القرآن الكريم وكنت أبدأ قبل مذاكرتي بالقرآن الكريم وهذا كان له فضل كبير في الوصول إلى النجاح وخاصة أنا من حفزة القرآن الكريم وربنا يجعلنا يا رب من أهل القرآن يا رب يا رب وختم القرآن في الصف الأول الإعدادي طبعا هاجر يعني رفعت روسنا كلنا والحمد لله ربنا أكرمها وهاجر كانت مزاكرة ومتافعة والحمد لله بفضل القرآن وفضل ربنا ربنا كرمها وبنحمد ربنا وبنشكر فضل وهي طبعا يعني كانت عايزة تخش علمي بس عشان طبعا المادة وعشان الظروف خشت قلب لازلت مجهودة مع أبوها بيدها وبدراحها واللي عند الوقت ما شلتش تلفور مش لاتش تلفور لا صغير ولا كبير وربنا كرمه والحمد لله عجر كانت بتيجي معايا الغيط بتعرف معايا لموغزة البهايم كانت بتنجي معايا في الدرة بتهزد معايا في الخضرة نحن بحبت الخضرة بنزاحة كنت بذكر المواد بتاعتي على طول يعني بعد الدروس حتى لا تترقم علي المواد لم يكن عندي أي وسائل سوشيال ميديا خلص ولا فيسبوك ولا انترنت ولا أي حيث وخصائي وليبين كده أنني سمعت النتيجة من على الراديو بجأت تيجي معايا في الغيط وتروح اتوفل برضو يعني المزكارة بتاعتها وأجي بالليل أنا جاه ناي مع الكتب أقول لي هجوم يا بابا عدلي ولمي الكتب من تحت راسك والحمد لله رب العالمين بمجهودها ربنا أكرمها ورفعت رأس البلد ومركز أبا حماد والحمد لله ربنا يوفقها رب العالمين بتمنّلها كل السعيلة وتمنّلها تبقى في أحلى منصر مني تحايت أن يوفقنا الله أولاً وآخراً وأنا أكون سياسية مشهورة إما وزيرة أم سافيرة أم معيدة في كلية اقتصاد وعلم سياسية بإذن الله والله يا جماعة حاجة مبهرة تشوفوا البيت بتواضعه المعيشي وحالة الرضا والقناعة عند الناس والبنت بتعمل حاجتين بتذاكر شوفوا بتذاكر إزاي شايفين ضعف الإضاءة والركن اللي هي بتذاكر فيه وبتتفوق وكمان بتساعد والدها في الأرض الزراعية يعني شوفنا والدها وهو في الغيط يعني بيقول أهو يعني فيه فيه إبهار أكثر من ذلك فيه أبطال أهم من دول تلاقي لاعب تافه واخد صفر في المونديال وراجع يطلع لسانه للناس يعني وتلاقي فيه ناس من لاشيء تملك الضغيج والصخب بس والزعية والصوت العالي تبقى هي المنشتات والعنوين وتتصدر المشهد لكن دول أبطال الحقيقيين اللي بيغلبوا قصوة الحياة وظروف المعيشة وحالة رضا تام ويقبل يد أمه هو راضي تماما والبنت بتشتغل مع أبوها في الأرض الزراعية دول أوائل ثانوية عامة اللي أنا بجبهم لكم نمازج وليس اللطة الضوء عليهم لأن تفوقهم لم يكن تفوقا دراسيا فقط لا كان تفوقا على قصوة الحياة وعلى شظف العيش وعلى كل المشاكل المعيشية والاقتصادية لأنهم كمان بيشتغلوا مع عائلاتهم بنت أو ولد الولد الأولاني بيبيع نبيب والبنت الثانية بتساعد أبوها في الأرض الزراعية زي ما احنا شايفين يعني أي سعادة أكثر من ذلك شوفوا حالة الرضا والبنت بتقول لك أنا بقى لا عندي لسوشيال ميديا ولا عندي تواصل اجتماعي ولا عندي انترنت ولا الكلام ده هي مركزة في المذاكرة وما عندهاش الإمكانيات اللي تؤهلها حتى همكانيات بسيطة يعني لكن ما عندهاش جايز ما عندهاش قدرة تجيب آيباد أو انترنت أي جهاز في البيت عندها ما عندهاش ده دي النماذج المبهرة اللي تفوقها كان أكثر من تفوق فيه النموذج الثالث بنجيب لك قصص مختلفة قصة كفاح اللي هم الشقيقتان وفيهم البنت كفيفة تشوفوا ازاي يعني أيضا انك بتغالي هنا بتنتصر على الاعاقة وتنتصر على كل المشاكل الصحية اللي يمكن أن يتعرض لها أي طالب يعني ده دي نماذج مبهرة للتفوق لم يكن تفوقا في الدراسة فقط ولكن سبقه تفوق على قصوة الحياة وظروف الحياة المعاشية والاقتصادية وحيت قلبي وفراحه وهنا في مساء وصباحه ملأت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجان قبل ما الدراسة تبتدي كنت تحسى وخايفة جدا وقلقانة وهنبتدي إمتى والمدرسين ما بتدوش لحد الوقت وهيعملوا إيه في السنة الصعبة دي الناس كلها بتشتكي منها والبنات نقل لهم طبعا نفس الإحساس لمدة إسبوعين كده تلاتة بالكتير ابتدت بقى الامتحانات يعني هم ما بياخدوا أجزاء بيمتحنوا فيها على طول المدرسين بيمتحنهم امتحنوا من الأول كانت تدريبات على البوكلت كل شهر بشوف درجاتهم وشايفة إن السنة مشي كويسة بيذكروا الدروس بيقولولي كويسة اليوم دي الواحد عمالي يسمع إن الوزير كل شوية أنا كنت سيارة ربية فعمال أسمع الوزير بيتصل بالأوائل من الصبح طبعا يعني حيتصلوا فالوقت كان وصلت حوالي الساعة خمسة خلاص يعني إن شاء الله البنات متفوقين بس خلاص يعني وعدين التلفون بيرن فكانت بمصر إثنما بمصت البلد يعني سيارة كنت بحاس دوابات قلبي سريعة جدا إجراءات الروتينية دي اللي يعني الواحد بيتمنى إنها تبقى أحسن من كده شوية لأن نظام الدمج نظام رائع المشكلة إن في المدارس لما أنا بعز الفئة من زوج الاحتياجات الخاصة في المدارس بايتهم لما الطالب ده بيخال هو متعود إن كل الناس اللي حواليه بنفس المشكلة لما بيجي يطلع للجامعة كإن أخير خادتي سمكة من خورة سمك حططيها في المحيط ما يستنوش لحد الجامعة لما يتفاجئ إن هو داخل في وسط الناس التاني يعني يبقى يفضل منعزل الفترة دي كلها ويجي يتفاجئ وهو في الجامعة إن اتفتح المجتمع مختلف يعني أول حاجة إن أنا ما فرقش بين البنتين يعني التوقم فضل مع بعض لحد دلوقت يعني الدمج هي علاقتها بصحابها وبالمدارسين هي عايشة حياة طبيعية مش حاسة إن عندها أي مشكلة واختلاطها بالمجتمع بيقوي شخصيتها مش هي مثلا بتلاقي حد يقول عليها كيندا عشان بتغني بتحلم إن هي تخش تربية موسيقية نادين عايزة تخش أدب إيطالي أنا نفسي يخش اقتصاد وعلوم السياسية حاجة من الكليات المستخسرة المجموعة بعد التعاف ده كله بس في النهاية القرار بتاعهم رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا علمونا الدم على الماضي وجراحوا إنها ده بقالها فوق العشر سنين بتدرس موسيقى مع عميد كولية تربية موسيقية الدكتور عاطف عبد الحميد موسيقى 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 يعني لو مثلاً بين المتحان والمتحان يعني أربعة تيام يعني بنذاكر المادة في ثلاث تيام واليوم الأخير بقى إما بنغني يعني بغني يعني بغني وغية بتاعزفية إما بنلعب كنا مثلاً طول الأسبوع بنقعد بنذاكر اللي هو مثلاً سبع ساعات دروس وثمان ساعات مذاكرة بس مش متواصلين ويوم الجمعة بيبقى نص وفريا نروح الأوبرا تدرب جيتار مع الدكتور عمال حمدي ونقدر مثلاً طول تجني أو كده إحنا مثلاً ممكن وإحنا بنذاكر يجي جملة معينة فعشان نفتكر هنقعد نخذر عليها وننتريق وكده إحنا الاتنين ونكمل مذاكرة عادي أو يجي مثلاً مسلسل فنقطع المذاكرة نتفرج على المسلسل ونكمل بعد سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب موسيقى دول أربع نمازج مبهرة طالبطان شقيقتان اللي احنا شفناه منذ قليل تتحديان الإعاقة ومن ناحية تانية كمان تواجهان كل ظروف وأعباء الحياة المعاشية والاقتصادية وفوق كل ده كمان التفوق في الدراسة قبلهم البنت اللي بتشتغل مع أبوها في الغيط وفي الأرض وبتتعب معاه وبتتفوق رغم أنه تشوف البيت عندهم بظروف الحياة شايفين المشهد ده؟ والله يا جماعة دول دول اللي يستحقوا الأوسمة دول اللي يستحقوا أن تصلت عليهم الأضواء دول اللي يستحقوا فعلاً أن احنا نحتفي ونحتفل بهم يعني نمازج مبهرة مع كل ظروف الحياة لكن بيتفوقوا وما فيش شكوى أهو ده الأولاني ده بيبيع أنابيب بتجاز مع أمه لا بيخجل ولا قال شمعنا ولا قال ليه والبنت التانية بتشتغل مع أبوها في الغيط والبنتين الشقيقتان من متحدي الإعاقة ويواجهان كل ما يتعلق بقصوة الحياة والظروف المعاشية دي نمازج للتفوق قلنا نصلت عليها الضوء واللي تفوقوا أيضاً أغنياء فقراء هم من المتفوقين بس أنا قلت أصلت الضوء على ده ليه؟ قلت أصلت الضوء عليهم علشان الناس تشوف هذه النمازج المبهرة اللي تفوقها بيكون مضاعفاً بيكون أصعب من أي تفوق تاني ما فيه حد تاني بيبقى الحياة قاعد في مكان يتيح له المذاكرة بشكل نفسي وإمكانيات مادية وده الحياة مش شعيب يعني هو الحياة كده فيها الغني وفيها الفقرية لكن دول تعبوا جداً ووجهوا متاعب معاشية واقتصادية ودون أي شكوى وبيساعدوا عوائلهم كمان مع مع التعب ده كمان لكن أمه بتشتغل في الأنابيب فبيساعدها أبوها بيشتغل في الأرض الزراعية فبيساعدها يعني النمازج تعبر عن الرضا التام وهي دي النمازج المصرية الحقيقية وهم دول اللي بيتحملوا كل الصعوبات يعني وبيتحملوها وهم سعداء يعني مع كل شوفوا دا يعني حالة سعادة ربما لا تجدها عند الكثيرين ممن تبصوا لهم كده وتقول إنهم يملكون كل شيء لا دول بحالة الرضا والقناعة ورضا ربنا كمان عنهم هم أكثر سعادة وأكثر تفوقاً وأكثر نجاحاً قبل ما انتبع معاكم الموضوعات التانية في قضية متعلقة برئيس مصلحة الجمارك اللي تم القبض عليه رئيس مصلحة الجمارك السابق لأن في حملة مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي من البعض سيد جمال عبد العظيم من حق ناس يعني ممكن تكون كانت مرتبطة معاه بعمل مرتبطة معاه بمصالح عائلية مرتبطة معاه بأي مصالح إنها دايماً تشكك يعني ومن حق الناس إنها تقول ابني بريء أو حتى النهاية حتى هو بتحاكم إنما المشكلة في إنك إنت أمام جهاز رقابي لمحاربة الفساد وهو الرقابة الإدارية أعاد إلينا الأمل وأنعش الأمل في النفوس وفي الصدور في إن مفيش فساد هيتم التسطر عليه مفيش فساد يمكن إنه يتمكن ما هو الفساد محدش هيقضي على الفساد نهائياً طول ما في حياة دايماً في خير وفي شر إنما المهم إنك تستقصله المهم إنك تقلله المهم إنك تحد منه يعني وجهاز الرقابة الإدارية كجهاز لمحاربة الفساد شوفوا إزاي المجتمع بيتعامل معاه وليه المجتمع دايماً أقول المجتمع لأنه ما بيتعاملش مع قضايا الفساد من الزاوية الجنائية فقط أو من الزاوية المستندية لا ده بيتعامل معاها من الجانب المجتمعي كمان وأحياناً في قضايا كتير تبقى فيه جوانب أخلاقية متعلقة بالشخصية الفاسدة دي وتلاقيهم ما بيتطلعوهاش وتلاقيها مش موجودة في الورق مع إن البعض يعني يقولك يعني إيه ما هي دي مهمة لكشف شخصية الفاسد وإنه دايماً بياخد فلوس وأيضاً العلاقات النسائية وأيضاً لكن هو يقولك لا أنا بدافع عن المجتمع وبالتالي بعض هذه القضايا يمكن أن تحطم صمعة عائلات ممكن تخلي زوجي يقتل حد ممكن تعمل فتن في العائلات فدايماً حتى بيتغاضوا عن بعض الجوانب اللي ممكن إنها تؤذي مجتمعياً يعني لأن جهاز الركابة الإدارية بيتعامل مع قضايا الفساد باعتبار أنها قضايا من أجل حماية المجتمع مش بس لكشف الفاسدين إنك تكشف فاسداً وتقدمه وخلاص لا إنك كيف تقيم منظومة لحماية المجتمع وإن الناس أول ما تشوف إنه الركابة الإدارية بطلق القبض على أي فاسد وما أكثر القضايا خلال الأشهر القليلة الماضية هو ده اللي بيشكل عنصر الرضع وهو ده اللي بيخوف الناس إنها يعني أي مسؤول يمكن أن تسول له نفسه الفساد كده فيقول لك لا ده فيه جهاز مهم وخطير لمحاربة الفساد وبيشوفوا النماذج بتحصل إزاي ده بيحمي المجتمع وبالتالي القضية مش قضية ملاحقة فاسد وكشفه وتقديمه للمحاكمة قد ما هي قضية كمان حماية للمجتمع عشان كده بيتعاملوا مع كل القضايا بزوايا إنسانية وأخلاقية مع أن أنت أحيانا تقول لا يعني مع الفاسد ده يعني اعمل أي حاجة لا لأنه فيه زوايا إنسانية وأخلاقية يمكن أن تحطم عائلات ما لهمش زنب يعني وبالتالي واحد بيتعامله مع القضايا من زوايا أخلاقية وإنسانية ومجتمعية وده يعني أعتقد كمان الوزير محمد عرفان يعني رسخ هذا المبدأ تحديدا في الرقابة الإدارية في كل قضاياها إنك إزاي تتعامل مع قضايا الفساد بشكل مجتمعي إنك بتحمي المجتمع مش بتلاحق فاسدا أو أكثر وخلاص لا الأهم هو حماية المجتمع واللي بيحمي بقى المجتمع هيهتم جدا بالزوايا الإنسانية والزوايا العائلية والزوايا الأخلاقية دون تأثير على القضايا اتنين إن الرقابة الإدارية كمان تقدم قضاياها دائما بشكل محكم جدا وبشكل مستندي وبتتعامل بتميز ما بين الشبهات وما بين القضايا المستندية اللي فيها مستندات وفيها حقائق ثابتة ودامغة والدليل على كده الدليل إنه أحيانا دايماً اختيار المناصب بنسأل طب هل الرقابة الإدارية وفقت ولا لا؟ شوفوا صقة الناس في الرقابة الإدارية بتدفعهم إلى إنهم يقولوا قبل اختيار الناس للمناصب يا جماعة لابد من التأكد من موافقة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية حتى ودي من معلومات الشخصية أنا فيه رئيس مصلحة الجمارك اللي تم القبض عليه تحديداً معلوماتي إنهم كانوا متحفظين على تعيينه لأسباب متعلقة بشبهات عديدة تثار حوله لكن ما كانش عندهم المستندات وبالتالي هنا بيبلغوا الجهة أو الوزير اللي اختاروا إلى إن إحنا عندنا تحفظات وعندنا شبهات كثيرة ومتعددة بس ما عندناش هنحاول نتأكد من المعلومات والحقائق ولك الرأي في النهاية شوفوا للدقة يعني حتى لا يتم زبح شخص أو يتم استبعاد شخص يعني ده تحديداً كمان كانت ملاحظة الرقابة الإدارية عليه إن هو في شبهات عديدة بس مش موجودة المستندات المتعلقة بيها لما بتحصل قضية وقضية قدمت فيها كل الأدلة وكل المستندات زي ما هقول لكم بعض المعلومات من تحيات نيابة أمن الدولة العليا يعني خلونا نثق دائماً أولاً القضية أمام القضاء وأمام النيابة لكن فكرة التشكيك في إن الرقابة الإدارية يمكن أن تلاحق شخصاً لأي أسباب تانية يعني دي هنا يعني فكرة خبيثة وسيئة ولا يجب السمح بها لأن إحنا يعني عندنا الأجهزة اللي بتحظى بثقة واطمئنان الناس هي أجهزة متعددة من بينها وربما على قمتها أيضاً جهاز الرقابة الإدارية وزي ما قلت لكم ربما للأسباب العديدة اللي قلتها واحد بيتعامل بشكل مجتمعي إنساني أخلاقي مع قضايا فساد فيها الحدة المستندية المطلوبة والوثائق المطلوبة لكن كمان فيها مرعاة لجوانب مجتمعية اتنين إن لابد إن تكون القضايا مقدمة بشكل مقفل وبشكل مستندي والوثائق والأدلة كلها موجودة وبالتالي هنا خلي البعض هنا اللي حتى طبيعي هتلاقي عند البعض هناك من يرتبط بمصلحة بغض النظر عن نوع هذه المصلحة مع أشخاص فهيدافع عنهم وهتلاقي في عائلات طبعا العائلات الجانب العائلي ما فيش عيلة هتقول على عائلها أبدا إن الإتامات صحيح هتقول ده ماشي يقولوا ده لكن دون التشكيك فيه واحد من هم وأنقى الأجهزة الرقابية اللي بدأ الناس حتى يبقى عندهم حالة لطمئنان بأن الفاسد مش هينفع يعود الفاسد مش هيكمل حتى اللي بيفسد لبعض الوقت بيتم بيقع على الفور وأنه كمان ما فيش تسطر على الفساد نيابة أمن الدولة العليا في القضية دي تحديدا بشرة التحقيقات وبرئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة طبعا كان تم تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك واثنين تانيين محبوسين في قضية رشو التحقيقات بتقول إنه تم ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسا في استراحة الجمارك وهو بيتقادى مبلغ 3000 دولار و50 ألف جنيه كجزء ده جزء من مبلغ الرشوة وكان فيه طبعا إذن من نيابة أمن الدولة العليا بوجود التسجيلات يعني القضية فيها مستنداتها وتسجيلاتها والراشي اللي بيقدم الرشوة والوسيط اللي بيكون وسيطا بين مقدم الرشوة والمسؤول اللي هو رئيس مصلحة الجمارك لتنين اعترفوا بالواقع تفصيلا وقالوا إن رئيس مصلحة الجمارك حصل من مقدم الرشوة على مبالغ مالية بلغت قيمتها 500 ألف جنيه ده اللي حصل عليه يعني حتى ضبطه مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد حصل منه أيضا على ما هي الرشوة مش فيلوس بس لا رشوة عينية يعني ممكن تكون هدايا مختلفة كان من بينها ملابس وتم ضبطها بالفعل في الإصطراحة رئيس مصلحة الجمارك كان بيتخذ من الساعي الخاص به وسيطا لتسلم المبالغ اللي هو الحرص الشديد يعني إنه ما ياخدش الرشوة بنفسه ولكن كان الساعي بتاعه هو الوسيط لتسلم المبالغ وده اعترف بالفعل بتسلم مبالغ الرشوة من الراشي عدة مرات وتسلمها لرئيس مصلحة الجمارك هنا طبعا التحقيقات لسه مستمرة مع رئيس مصلحة الجمارك المقبود عليه جمال عبد العظيم والمتهم بالاتهمات مختلفة وهي تهم أهمها يعني تهم الطلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية طبعا كمان فيها اتهمات تانية تسهيل دخول بضائع محظور استرادها دون سداد الرسوم الجمهورية المستحقة بس لن عايز أقوله أنه يعني جهاز من أهم أجهزة محاربة الفساد يتعامل مع القضايا بشكل مجتمعي الجانب المستندي والجنائي في القضية بيأخذ مجرى لكن كمان بيكون في مرعال جوانب أخلاقية وإنسانية وعائلية ودايما بيستبعدوا كل ما هو أخلاقي وبشوف ده حتى في القضايا الأخيرة بعد أبص فيها كده فتلاقي أنهم دايما بيكون عندهم الحرص الشديد لأن ده يمكن أن يحطم عائلات دي المعلومات وحنجيب لكم معلومات تانية متعلقة بعض لأن الحياة لما شفت قلنا نبحث شوية لما شفت بعض الحملات اللي بيعملها البعض ومن حق العائلات أنها تدافع عن ابنها إنما الحياة هناك كمان من يرتبطونا بقى بمصالح تانية يعني هناك من يرتبطونا بمصالح أخر بيبتدوا هنا يدخلوا في هذه الحملات لأن الحياة وقوع الشخصية ممكن يكون بمثابة وقوع لهم دي بعض المعلومات والحقائق وحنبقى نكمل معاكم التفاصيل في هذه القضية اللي قلنا نشوف بعض المعلومات المتعلقة بها في قضية مهمة جدا ممكن تاخدوها بشكل اجتماعي شوية بشكل فني زواج داعية شاب معروف تازي مسعود بالفنانة شيري عادل معز مسعود بالفنانة شيري عادل كان تسليط الناس الضوء على القضية مش إن فيه طبعا فيه جدل شديد يتعلق بهذه الزيجة يعني الجدل ممكن تكون فيه جوانب متعلقة بإن فيه ناس تقحم نفسها في الحياة الخاصة للبشر نعم ممكن يعني الذين يحتجون ويعترضون على تناول قضية بهذا الشكل هو إن بعض الناس يقولك هو ده أنتم لكم ما للحياة الخاصة والشخصية للناس هو الزواج والطلاق هل يحتاج الشيخ أو الداعية الشاب معز مسعود إنه يحصل على إذن من الناس حتى يتزوج هو لي الناس بتدخل نفسها في الحياة الخاصة بهذا الشكل ده جانب لكن فيه جانب تاني عند البعض يقول والله الشخصية العامة يمكن أن تحاسب على تصرفات اجتماعية إذا كانت تتناقض مع ما يدعو إليه هذه الشخصة هو دعية شاب يكلم الناس دايما عن الزواج الصحي وكيف يمكن أن ينجح الزواج فبيتعاملوا على إن دي لما تكون الزيجة الفالسة له فكيف ينصح الناس بالزواج الصحي والزواج الناجح اتنين عندهم تحفظ على إن هو بيقدم عن الزوجة المثالية دايما يقول مواصفات الزوجة المثالية فبيقولوا المواصفات اللي هو بيتكلم عنها لم يطبقها على زوجته مع إننا ضد هذه النظرة للفنانة مين قالك إنه ده لا ينطبق على الفنانة لمجرد أنها فنانة يعني طبعا لقين الفنانة بلبسها بملابسها ربما تختلف عن النموذج والنصائح اللي كان بيقدمها معز مسعود الداعية الشاب يعني وهنا أنا ممكن الحياة كمان أحطار يعني سواء الجانب اللي بيقيد الجانب اللي حيقيد حيقولك يعني حياته الشخصية وخط أحمر لا يجب تجاوزه والحياة الشخصية مصونة ومحمية ولا يجب لأحد إنه يدخل فيها والجانب التاني حيقولك لا دين مش حياة شخصية ما يبقى شخصية عامة وتصرفاته الخاصة تتناقض مع ما يدعو إليه لا لازم نتكلم فيها بس في جانب كمان البعض ممكن يحتار فيه لو كان الداعية يعني متزمتا ومنغلقا وعصبيا وسودويا وظلميا حتبقى عندك علامات استفاة ولو كان يعني منفتحا على الحياة مش منفتحا على الحياة يعني منحرف يعني لا يعني يعني ليس متشددا وليس منغلقا وما بياخدش بالتفسيرات الظلامية يعني أنتم عارفين القضية هي قضية التفسيرات مختلفة يعني والراجل يعني بجانب أنه يعني لأن الحياة الناس أحيانا في دعوتهم بيقرأوك في الحياة وكأن الحياة يعني لا يجب أن تكون سعيدا ولا يجب أن تبتسم ولا يجب أن تفرح ولا يجب أن تمرح ولا يجب أن تسعد ولا يجب أنك تعمل أي حاجة لأن الدحكة حرام والسعادة يمكن أن تكون محفوفة بالشياطين بتلاقي في خطاب ظلامي كده يعني فاحتارنا يعني دعية شاب منفتح على الحياة بيكلمك بلغة الشباب ومش مقفلها وكمان بيدعوك إلى أنك تجمع ما بين أنك أنت تلتزم بتعليم الإسلام وفي نفس الوقت يمكن أنك تسعد بالحياة وتبتهج بها وجانب تاني لا شايف أنه ده بمثابة يعني انحلال فتحتار يعني لا الشيخ المتطرف عجبك ولا الشيخ اللي هو بيحاول أن يكون وسطياً معتدلاً متوازناً عجبك يعني فأنا في ظلة هذه الحيرة قلت لما انتقي بعض وجهات النظر اللي تبعتها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عندها وجهات نظر مش دخلة في النميمة القضية مش قضية نميمة يعني إنما دخلة في تحليل ليه الناس اهتمت بزواج داعية شاب للمرة الثالثة من فنانة والتعليقات مختلفة ما بين تعليقات بتحتاج على التدخل في الحياة الشخصية وما بين تعليقات بتقول آه لازم نسأله لأن خطابه متناقض مع تصرفاته وده الحياة ما بتبقاش هنا حياة شخصية خلوني أخذ الأراء التلاتة اللي حددناها أستاذ عبير سليمان الباحثة في قضايا المرأة أستاذ عبير أهلا بيك أهلا بيك أستاذ وائل أهلا بيك والدكتور حسام عقل عضو اتحاد الكتاب دكتور حسام أهلا بيك أهلا بحضرتك أستاذ وائل أهلا وسهلا طيب خليني أبدأ في الأول أستاذ عبير احترنا نعمل إيه يعني شيخ يبدو أو داعية شاب يعني بلاش لقب شيخ يبدو مستنيرا جامعا بين تقديم النصائح للناس في أنهم يلتزموا بتعليم الإسلام وفي نفس الوقت أن الحياة يمكن أن تعيشها ويمكن أنك تكون سعيدا ومبتائجا ليه أقحمنا أنفسنا في حياتي الخاصة بهذا الشكل ليه دخلتي في حياتي الخاصة وانتقطت هذه الزيجة الفالسة من خلال تعليقاتك اللي أنا شفتها فضل الحياة الأول بحيي استهلالك الأول اللي خرجنا من النميمة من معترك النميمة أو أن احنا بننم على معز مسعود أو غيره مصطفى حسني أو خالد أو عمري خالد لكن أنا عايز أقول حاجة إحنا مش كفاية بقى نستغل الدين للترويج وعمل وسوق للبيزنس للارتزاق من وراء معز مسعود هو عمل الشيء الطبيعي اللي كل الناس بيعملوه وإحنا بنبركنانه على أول جوازة وتاني جوازة وتالت جوازة من فنانة وإحنا بنحترم الفن جدا وعندنا مش مشكلة أن رجل يتجوز بالحلال أو حتى يباشر علاقاته الأخرى هو حر فيها المشكلة والمعضلة الحقيقية أنه هو بيلعب بهواء الناس يعني إيه أخشي للناس من نفذة الدين والوعظ والإرشاد والتحكم في مطار حياتهم إلسالية يعني أنا إزاي أغير وجهة نظري كاملة عن الزوجة اللي أنا ممكن أتجوزها ده صور الزوجة على أساس أنها قطعة شوكولاتة مرة اللي هي مغطاة بسلوفان اللي هي المحجبة وقطعة شوكولاتة غير المغطاة بسلوفان فالأفضل أن تأخذها قطعة شوكولاتة مغطاة بسلوفان هذا الرجل المحترم اللي مبروك عليه الفنانة الجميلة شريع عادل وإن إحنا بنبارك له غير متصق بالمرة وهو بصراحة القشة التي قسمت زارة البعية هو بيكشف لنا الوجه العقيم لبعض الدعاء السلفيين المتخلفين الرجعيين اللي بيتبعوا اللي هم مشروخ وبيكشف لنا سوق البيزنس الجديد اللي بيناهض هذا الجانب للارتزاق واستمالة أهواء الناس المتحضرة اللي عايزة تعيش عيشة وسطية زي ما حضرتك أفت الحقيقة هي ده رفدينه وده رفدينه لأنه للأسف بيتاجر بأهواءنا بيتاجر بالدين اللي هو أرقى وأسمى توجه ممكن يأخذ إيه المتجرب الدين هنا؟ الرجل تزوج للمرة الفالسة من حقه من حقه أنه هو يتجوز بس مش من حقه أنه هو ياخد جيل معاه قبل كده بالدعاءات مش حقيقية زي بالضبط عمر خالد لما راح قال لكل الناس تحجبه وان الدين أرقى وراح عمل فيديو قال أنا ببعي في الحج فقط للفرندس اللي على صفحتي الباقي مش مسلمين يا جدع الباقي خارجين من الملة عشان مش على صفحتك بيعملولك لايك يعني إيه دا وبعد كده يعمل إعلان على الفراخ أنا ما الدعية يعني إيه دعية الدعية هو الأرقى هو من السوق بيزنس الدعية لازم يكون هو الأرقى هو المتصق حضرتك تخيل الأول أنا بحييك عشان أنت ممبر ومكانة لمبروك للمناضلات المناضلات والمناضلين اللي كافح الفقر تخيل أن أنا أشوف رمض بيكافح الفساد أو بيكافح القمع أو كذا وهو أكبر شخص فاسد أو هو أكبر شخص قامع للحريات أنا حتصدقه إزاي أنا حتصدقه إزاي الحقيقة أنا مش معز مسعود هو رمض للإدعاء مش هو الإدعاء حتى هو حر لأنه قبل كده طيلة مع أستاذ جليل إعلاني مسح كل كلامه بجرة أما كل دا ماشي بس أنا بقول دا ليه لمجرد أنه تزوج للمرة الفالسة ومن فنانة يعني ليه لأنه هو مش متصف معنا هو اشتغلنا هو وغيره يعني خليني أقول بالنفظ هو بيشتغل قيل لما أنا ابني يكون في الجامعة يبقى هو شايفه قدوة ويجي يعمل متصرف هو مش متصف مع كلامه اللي هو قال له عليه لما تيجي تتجوز وأصفر بذات الدين مش بس الجمال هو الأهم دا تيه فيديو اللي هو بيقول له ما تفرحش بجمال البنت قوي لازم تصفر بذات الدين أنا أعد أقنأ في ابني أن الرمز في شكل الحجاب مش هو الفيطل طيب ومين قال أن هو خرج عن هذا المصار يعني هل مجرد أنه فنانة فكده احنا اتعاملنا معاها أنا معا دا اللي هو عمل وهو اللي طبيعي ما يدعو له هو اللي كان غير طبيعي يعني اللي هو بيعمله دلوقتي طبيعي ولو هو أي شخص تاني احنا ملناش دعوة به لكن ما يدعو له سلافا هو اللي ما كانش طبيعي أنت النهاردة غيرت رأيك وبكرة أتغير رأيك وبكرة هتقولي تجيل الجميع وممكن تتجوز براكسة ولا لا أعيب على الراكسة بالمناسبة ولا الفنانة نهائي ومش يتوب الناس على إيده ويستمتع من ملازات الحياة ويقفل على الشباب والأجيال كل ملازات الحياة خليني أسأل الأستاذ أيمن محفوظ وقبل ما أسأل الأستاذ أيمن محفوظ أشوف بس جزء من كلام الدعية الشاب معز مسعود هو بيتكلم عن الزواج الناجح كيف يمكن أن تنجح في الزواج وصفات الزواج الناجح دي بعض المشاهد والفيديوهات البعض بيقولك يعني كيف يحدثنا عن الزواج الناجح وهو بيتناقض مع نفسه في التصرفات الشخصية هل ممكن يتكلم عن الزواج الناجح وزيجاته ما تنجحش فيتجوز تاني وينفصل للناس تنفصل باحترام يعني لكن تعالوا هنناقش الناس با نشوف بس هذا الجزء من كلام معز مسعود الظاهر والباطن انت وانت بتختار مراتك وانت وانت بتختاري جوزك هل الموضوع انتهي هنا؟ لا طبعا بس ده الاساس ساعتها اقولك بقى انت وانت بتختار مراتك اختارها العقلها شوف السيدة عائشة رضي الله عنها كانت ازاي مع النبي عليه الصلاة والسلام شوف عقلها كان ازاي اختارها العقلها دي اللي هتربي ولادك في المجتمع بقى مهمة قوي فيه التربية المجتمع العولامة اللي احنا فيه ده اختارها العقلها شو وانت عرف اتناقش معاها واحدة عرفة اولوياتها كويس جدا فعايزة تشتغل وعايزة تبقى عنصر فعالة في المجتمع لكن مع الضوابط الشرعية ربنا فرضها ومع ارضائك والاتفاق معاك هي نقطة برضو مهمة جدا الرب اللي هو بيختار مش نحتاجين نوصيف حتة الجمال خالص يعني يعني هنقول الدين فيه جمال مش هنوصي الراجل بيداق رايح يعني الحمد لله بالذات في الزمن ده بالذات بالمقاييس اللي عليت بالذات بانه خلاص بقت العورات في كل حتة يا حرام ده هو عايزة جماله وعايزة طريقة مبالغ فيها بان عايزة اقوله خف شوية خف شوية خلاص ماينفعش يبقى كل مئة بنت واحدة اللي تصلح ماينفعش اكيد انت بقيت سطحي بقول لك حاجة غريبة بقول لك حاجة غريبة عن تجربة وده مش شرط بس ده بيحصل كتير جدا عادة ان البنت في الزمن ده لما عرفت ان جمالها كفاية مع انه في الحقيقة لما الناس بقت سطحية فبقى جمالها كفاية البنات الجميلات بطلوا يشتغلوا على اخلاقهم لكن باتكع الراجل لانه ساعات شهوته بتاعت النظر بس بتغلبه وانا بتكلم بصراحة فبعيد الجوازة اللي هي الصلاة والحشمة على الاقل مع اجتهاد ان احنا نوصل للي ربنا فرضوا علينا من الصلاة وفي صورة النور من الحشمة وعشان كده هقول لناس كتيرة قوي من اللي ممكن ما يبقوش وصلت حشمتهم للحشمة قوي ممكن يكونوا متضايقين يعني انت بتقول ان احنا وحشين يقول لك لا والله ممكن يبعندوكم باطن الدين كويس جدا بس اشتغلوا على الظاهر طيب عبير قبل ما اسأله سيدة ايمان محفوظ انت بتقصدي كلامه هنا عن الحشمة يعني ده التناقض يعني ايوة مش ده بس الفيديو انا ما عنديش مشكلة مع مع معاذ كشخص يعمل اللي هو عايزه تدوز تلات مرات عشر مرات كل واحد حر في حياته انا مشكلتي ان هو ايكونة هو مروج لمصار حياتي لاجيال ازاي انا اكون مروج لمصار حياتي واشكله وارمزه وحط له اطار وانا لا يعني انا في الاخر بصدم ده بصدم المجتمع وبصدم الناس بناموس ومصار مختلف تماما على فكرة انا بحب الفنانة دي جدا جدا وهي الحقيقة يعني شريعها دي الفنانة وملتزمة يعني معندهاش الحقيقة مش شيء معندهاش ومبروك عليهم الجوازة لكن لازم على اي شخص يتوقع ان الهوى العقائدي ملعب للمتجربي ان يراجع نفسه لان المجتمع متربس به الان احنا كلنا متنمرين لكل واحد يدخل ملعب الدين لان ملعب الدين ارقى وربنا ادعى الدين خلينا اسأل استاذ ايمن محفوظ استاذ ايمن هل الكلام اللي انا بسمعه ده انتهاك للحياة الشخصية والحياة الخاصة للدعية الشاب معزي مسعود وزوجته الفنانة شريع عادل ولا هي قضية عامة طالما انه داعية يقدم النصائح للناس فمن حق الناس انهم يقولوله لا قف تصرفاتك تتناقض مع ما تقوله فضل يا وايل بي احنا دعنا نقص الموضوع المناقشة في اطار المناقشة اللي احنا بتتكلم فيها وهي اطار الحرية في الشخص في اختيار اي اختيار ليه انت عارف معليك ان الحرية هي اهم قيمة انسانية يا ملوك الانسان طبعا وكل حروح فيها ارخص تمن ممكن يتدفع فيه الحرية جزء اصيل حرية اختيار هي جزء اصيل من الحرية ككل فمتل استخددتم من الناس وقدوا لداتهم امهاتهم احرارا حرية من الاختيار هي حرية وحق اصيل ليه وان اصدقى الاعلامي لحقوق الانسان في المادة اتناشرة انه لا يجوز التدخل التحسين في الحياة القصة او شؤون الاسرة لشخص ما فالسؤال هنا وفيه شروط قانونية او شروط شرعية لاختيار الزوجة للدعاية وكل انه محتزم السعود اختار زوجة هو اختار زوجة لنفسه وليس اختيار للمواطنين والمتابعين هو اختار لذاته قد تكون شريع عادل هي المناسبة ليه واحنا مش عادل الزمن قد تكون شريع عادل فيه ملتزمة ومحترمة وممكن يكون يعني احسن منها بكتير يعني فاحنا لا يجوز ان احنا نناقش اختيار الشخص بحد ذاته هي ما هو الناس ما بتناقشش الاختيار الشخصي بمعزل عن انه يقدم النصائح للناس بشكل يتناقض مع هذا الاختيار يعني ممكن واحد دعاشة بيطلع مثلا يقولك ايه لا تتزوج من اجنبية لانها كذا وكذا وانهم بلاد الشياطين بتسمع كده احيان فلو تزوج غدا من اجنبية فالبعض عادي لك شوف الراجل المتناقض مع نفسه ده ان ده ان ده مثاليا هو لما بيطاقش بشباب او بولهم الاختيار الامسل واحنا لما احنا نستم من اختيار هذا الرجل احنا ما نعرفش كل المعلومات الكاملة عن عن الزوجة اللي اختارها الاستاذ معتز مسعود احنا ما نعرفش حاجة عن الناس دي غير ان مجرد فنانة فاعترضنا على فنانة هو الراجل بيقول في بقى حديثه اختار الست على اساس ديني او على اساس العقل او على اساس الاستنارة او 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 احنا اش عرفنا ان الشري عادل ما فيهاش نبقي شروط وبعدين شري عادل ايه ايه الغلط اللي ممكن هي ارتكبته عشان احنا نقلل منشأناها كده بتلبس زي اي ست مدر عايشة في حياتنا بنشوفها في كل زي اي الهتات المصرية بس ده طبيعا متذكر بالعكس العكس ده يزود منها ما يقللش عبدا وكل ان هو الدعاية اختارها اختار الست دي يبقى ممكن يكون الست دي فيها مقومات وفيها ما حدش بيناش حد فيه انا بكلمك بس في اللي الناس بتقول ده من حقي وهو التناقض بين الخطاب العام والتصرفات الشخصية انما اختارها ليه محدش نقش ان تختار ده يعني لا يقوز حد بالنصرين القلب وما يحب وما يعشق طيب استاذ حسام قول لي استاذ حسام دكتور حسام عا قول لي هل هل اللي انت سامعه ده هو انتهاك للحياة الشخصية لدعاية شاب ولا من حقهم مناشة افكار عامة وقضايا عامة اذا ما كانت التصرفات الخاصة تتناقض مع الخطاب العام لدعاية مؤثر يعني فضل يعني دعني اولا احييك على هذا الممبر الاعلامي اللي تحول بالفعل الى حاضنة وطنية تجمع كل الاراء وتحاول ان تقوم بعملية عصف ذهني واطارة للملفات والقضايا المهمة يعني انا مقرر لجنة الحريات بالتحديث أستاذ نصر وبالتالي لا يمكن ان اتناقض مع نفسي لدي اولا سؤال ولدي ملحظ السؤال ما الخطأ الذي ارتكبه معز مسعود هذا سؤال احاول ان ابحث له عن اجابة منذ الصباح الباكر ثم سؤال في الضفة المقابلة ما الخطأ الذي ارتكبته شريع عادل حتى يعني يستوعب لاثنان او يتعرض لاثنان الى حملة استباع حغير معقولة لدرجة دفعت شريع عادل في حدود ما قرأ في الاخضار ان تغلق هاتفها المحمول اتقاءا من العبارات اللاذعة والهجوم البشع السؤال هنا يعني ما الخطأ الذي ارتكبه الاثنان لنقل مثلا بالمفهوم الانساني معز مسعود مال اليها قلبية فمالت اليه قلبية فكللت هذا الميل القلبي بعملية الزواج في اطار فاطير شرعي وقانوني ومجتمعي يقفله الجميع بل على العكس انا ارى انه معز مسعود نقل لنا وهنا اثمن غاليا لا اقول الاستهلال الذي بدأت حضرتك به لكن اذيل التذيل اللي حضرتك ذيلت به المقاربة في اول الكلام انه لابد ان يكون الدعاية محبا للحياة ولابد ان يكون المسلم محبا للحياة وما المانع ان المسلم يعشق وان يعشق ما المانع في هذا يعني ليس انسانا جزءا من هذا النسيج المجتمعي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت كرة عيني في الصلاة يعني ما الخطأ الذي ارتكبه الرجل يعني قيل انه فيه تناقض بين ما قال وبين ما فعل انا عدت الى الحصة الدعوية والاعلامية التي قدمها قبل هذه الزيجة فوردت وتحدث عن الحجاب تحديدا ثم يقول حذاري ان تعتبروا غير المحجبة غير مسلمة وبالتالي انا ارى ان الرجل كان متسقا مع خطابه تماما حتى وان كان يؤمن مثلا بفكرة الاصلاح الاخلاقي خطوة خطوة لكن انا يعني يدهمني السؤال ما الخطأ الذي ارتكبه يعني اذا قدم صورة دعاية متزمت يريد ان يجعل من المرأة قعيدة الدار وحبيثة البيت فهناك نقد والنقد هنا مشروع لكن اذا قدم لنا صورة دعاية محبة للحياة ويحاول ان يقدم خطابا معصرانا يقترب من اشواق الناس وفضاءاتهم وامالهم فالشيء المدهش بقى ان منطقي ان يكون النقص خارجا من بعض الزوائر المتزمت لكن الشيء الذي يمثل ليه صفيرة من علامات الاستفهام ان يكون النقص خارجا من بعض الزوائر الليبرالي صح يعني هنا تتوقع ان يكون الهجوم على معز مسعود من الطيرات المنغلقة والمتشددة واللي بتتعامل مع هذا الزواج على ان زواج ليس مقبولا يعني من الناحية الدينية لكن جاء من الجبهة المستنيرة والطيار المدنية هو السؤال الذي يحيرني يعني الذين يدينون معز مسعود لا بد ان يأتوا لنا بدليل من ذات حتى احترام عقولنا ان يأتوا لنا بقرينة وحدة خليني اسأل خليني اسأل قبل بس ما اسأل داعز او لقى معا نفس القضية دي انا متذكر اثيرت حينما تزوج الموزيع اللي كان يعامل على انه بمثابة داعية احمد فراج لانه كان يقدم واحدا من اشهر البرامج الدينية نور على نور اللي الموسيقى بتاعته دايما بتلاقوها معبرة يعني عن الورع والطقوة لما بيجي البعض يجيب احيانا مشاهد لبعض الاشخاص لما تزوج من الفنانة صباح نفس اللي احنا بنقوله ده نفس الكلام ده اثير تماما كمان انا متذكر مذكرات ادوارد الثامن الملك اللي تنازل عن العرش لكي يتزوج من السيدة التي احبها ميسي سامسون الامريكية لان الدستور كان بيمنع انه يتزوج من مطلقة ومن اجنبية فهو فضل الحب على العرش وعمل كتاب بديع يعني ادعوكم لقراءاته مذكراته يعني قال ان كل واحد من كل مواطن بريطاني يستطيع ان يتزوج دون ان يستأذنني مش محتاج ان يستأذنني يعني انما انا بقى مطلوب مني ان انا استأذن كل مواطن من الشعب البريطاني عشان يسمح لي بالزواج وقال كمان ان قلبي وضع في قفص دستوري عشان كده فضل انه يسيب العرش بكل هيلمانه وبكل سلطاتي يعني ومن اجل الحب وهنا بقى البعض بتكلم عن انه الناس تسأل وتحاسب الشخصية انت اتجوزت ليه ده قيله ادوارد الثامن انه ليس مطلوبا مني ان انا استأذن الناس قبل ما اتجوز وقبل ما احب ده بشكل مختلف لكن وقعت احمد فراج تنطبق تماما على معز مسعود بشكل واضح طبعا مع الفرق الكبير يعني احمد فراج كان يعني كان واحدا من اشهر مقدمي البرامج الدينية الى حد انه كان بيعامل مثل الدعاء يعني وزواج وصباح كمان يعني فنانة كبيرة يعني وضع يختلف خلنا اسأله استاذ محمود عاطية كلامي لدكتور حسام علي هنا بقولك يعني لماذا تقحمون انفسكم بهذا الشكل في حياتي الشخصية ما الجرم الذي ارتكبه هو او هي استاذ محمود اتفضل مساء خير يا استاذ عائد مساء الخير اتفضل والله بالنسبة لي انا لم ارحم نفسي لتجاوز اتجاوز والتطلع اتطلع ما تفرقش معايا يعني ولكن انا كنت كتبت عشان برد على البعض اللي هو بيتكلم على هذه الزيجة يعني اولا مبروك لشري عادل ولا نقترب منها من قريب او بعيد حضرتك ده ربط مثل بالاستاذ الراحل الكبير استاذ احمد صراج والامير الذي تنازل عن عرش الملك عشان يتجوز محبوبته لا ده كان دعاية ولا ده كان دعاية اذا كنا حضرتك بتقول بنعامل الاستاذ احمد صراج عليه رحمة الله على انه دعاية ولكنه لم يكن دعاية ولم يلعب بقول الناس انا عايز اعرف يعني ما انا بالنسبة لي لا كان يعني يعني برنامجه الديني يقدم فيه الوعز والنصائح يعني ما هو احنا ابناء يعني هو معيز مسعود بعمل ايه ما هو يقدم برانك يعني يعني لا يعتلي من بران يعني ما هو بيعمل زي بيقدم برانك لا 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 احمد احمد صراج عليه رحمة الله ده رجل فاضل ومزيع اه كان اعلاميا وبيستضيف اه اه علماء اجلاء بيفيدونا اه كتفسير وحديث وكامة الاخ التزوج من من شيري انا بالنسبة لي انا لا اعتبره ولا امثاله بيمثلولي ان هو داعية داعية باي يعني بعمرت ايه يعني واخبار الحضاك حتى كبيرهم اه اه عمر خالد لا اعتبره داعية اه واخبار الحضاك فحينما يتكلم المعتز اه او معز ويقول اه ويصف الزوجة المسلمة للشباب طب ما يمكن هناك شباب للايهم الخضرة اه ان هم ممكن يتقدموا لسين او صاد من من البنات او من الفنانات او من الشهيرات والحاجات وانت بالكلام اللي انت قلته اطعت عليهم السكة مثلا يعني يبقى انت اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم اه يعني انت عايز تقوله ان انت ممكن تكون بخطابك مناعت زيجات وفصلت بين محبين طبعا وبتعمل انت ده وبتعمل انت نفس اللي 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 انت بترفضه على الناس انت بتحللوا نفسك يعني يعني هي 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 طبعا مبروك والف مبروك عليها لكن انا ما ما بالنسبة له هو انا لا اعتبره بالنسبة لي انا داعية لا هو ولا غيره وانا ضد هؤلاء الناس دي منذ عن اه صاعدوا الى الى الساحة الاعلامية وتقل ان كان صعوده مقصود انت شايف جزء وهنا طبعا جماعة صور الزفاف هتلاحظوا كلها من الخلف يعني اللي تم ناشواء فهينا الناس ما تتكلم في احتمالين اما في الاحتمال الاول ما وبقى يعني خلاص طالما المسائل بتطلع للرأي العام انه تكون اه ملابس العروس مفتوحة اه من الامام يعني فهو فضل كده او انها تكون التقطت خلصة يعني التقطها احد الاشخاص خلصة وهو ما كانش عاوز انها تنشر بهذا الشكل فضل سيد محمود ممكن يكون حضرتك هو اه يعني فاهم ان هي اه من الخلف او من امام اه من اه صورة شرعية يعني هو افتتماغه ممكن يكون برضو من ضمن الهون اللي بيغنيه علينا وعلى الناس ان اه ان دي مسلا الشارع بيقول من وارا يعني تتتتتتصور من الخلف مسلا او اللي حاجة يعني. انت انت مش عايز تفصل ده عن ظاهرة الدعاء الجدد يعني. ب ب. لا 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 دي ظاهرة دي ظاهرة دي لازم تتقص و لازم دي الناس يتتحاسب والفلوس اللي لموها يتحاسبوا عليها. والتبرعات اللي خدوها يتحاسبوا عليها. لما نعرف ان ان بيقولوا عمر خالد سمعنا وكتب. مش عارف خد من لندن قد ايه. وطلب من المملكة العربية السعودية مش عارف كم مليون ريال لدعم المشروع بتاعه ورفضوا. لا الناس دي شغالة لوحدها وما فيش رخيب عليهم ولا ايه. ايه ده. وبعدين اه يعني انا انا مع كل مع يعني مع تمنياتي القلبية طبعا للممثلة الصعيدة انا بقولش عليها فنانة انها لم ترتقي. لسه بدري عليها ناتت واتقال عليها فنانة. للموصلة الصعيدة الف مبروك عليها. لبس لبس فنانة ناجحة وقدمت اكثر من عمل ناجحة. يا استاذ واقل انا انا يعني انا بقول انتم ليه بتزعلوا بالحقيقة يا اخوانا. يعني اجيب 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 صغيرة زي كده واقول عليها فنانة. اقول على الفنانات القبار فنانة. لا لا يستوي يعني الناس مع بعض. طيب. استاذ ايمن محفوظ اخد منك بس تعقبي اخير ومن الدكتور حسام وايضا من عبي. اتفضل استاذ ايمن. اول سؤال هل هناك شروط شرعية او قانونية لاختيار زوجة للدعاية? لا ما حدش تكلم عن كل شيء. الناس تتكلم عن. ما فيه شروط. تناقض. ما فيه شروط. ما الناس تتكلم عن. يعني استاذ محمود بقولك ده دعاية شاب. يمكن ان يكون فصلة بين محبين بسبب كلامه. اه. ثم يقوم هو بتصرفات اه 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 مناقضة يعني. فضل. ايه المعلومات المحكدة ان السيدة شريع عادل ما هياش الزوجة اللي على خلقه على دين. انت متأكدين من الكلام ده? او انت على يقين من ان تفت دي غير مؤسسة. لا او الكلام مش في الزاوية دي. ان انه ما يقدمه من نصائح متعلقة بالزوجة المثالية. وكما يجب ان تكون تتناقض مع اه مع ده. وانه فكرة. وانه يعني ان زوجة السيدة زوجة عصرية بيعايشة وسطينا تكون هي برضو عندها عقل وعندها حين. احنا يا جدعان ما نبصش في المظاهر. احنا مش عايشين وسط الناس دي ونقرف السيدة اللي جواها ايه? احنا ما دخلناش بوه وقلوبه. بتكلمه كمان استاذ ايمن على ان كيف يحدثنا عن الزواج الناجح وهذه يلزيجة الفالسة. اللي هو باب النجار مخلع. يعني هو الناس بتحاسب. الناس بتتعامل مع الدعاء الجدد هي ظاهرة انتشرت بشكل كبير على ان فيها بعض الثقوب يعني. انا مع التعدد معي. انا مع التعدد معي. انا مع التعدد ولكن بشروط. واحنا ما عندناش الداتة الكاملة ان احنا نقدر نقيم تجربة الاستاذ. اذا كان الجواز كان. حاي. عشان ما تديش للموضوع استاذ عبير تعليق اخير والاستاذ حسام تعليق اخير. استاذ عبير اتفضل. استاذ زواء الواضح ان ان الاستاذ اللي بيعمل اخترامين مش فاهمين احنا بنقول ايه? الانجل اللي احنا مسكينه هو الزاوية اللي احنا مسكينه. شيري طلعها من الموضوع لانها اطلاً بنت. انا ممكن ناس وجميلة و وفنانة راقية ومبروك زي ما قال استاذ محمود. القصة مش قصة حتى معز ان هو يتجاوز اتنين ولا تلاتة. لو كان شخص عادي انا مليش علاقة به. لكن احنا بقى مش هنتحك على نفسنا كتير. البزنس ده لازم يتم تكشفه الان. ومش هنسكت على فكرة. طيار مدني. طيار لبرالي. طيار يساري. احنا كلنا مصريين. ومش هنقبل ان سوق الجين وسوق الهوى والاستقطاب. ايوة بس انت كده تمارسين التطرف من جانب اخر. تقحمينا نفسك في الحياة الشخصية. فين? انت حضرتك جاي بتقول لي ايه ايه لبكون راجل اتجاوز المحجبة. اسبني من اللي مش محجبة. انت جيت اجتعملت الطبيعي. اللي البناء اللي الرجال الشباب كلها بتعملو. انها ممكن تتجاوز واحدة مش محجبة. وتبقى ممتعة اخلاق وادب. ممكن تتجاوز واحدة فنانة. وتبقى ممتعة الادب واخلاق. تلقتلنا ليه قلتلنا غير كده. هي دي القضية. ده ده دي العقدة. مش العقدة ان احنا بننتقد ان هو تجاوز فنانة. لا وعلى فكرة حضرتك تابع السوشيال ميديا. ما حدش جي جانب الشري عادي. بالعكس هم بيشيدوا با بشري عادي. وعلى فكرة انا معلقتش على بسانت. على زوجة التانية ليها. وشفت ان عادي ان الرجل ده يطلق. وعادي انه يتجاوز ثاني بنوتة جميلة. اه. وقلت مبروك. انا معلقتش على ده. بسانت كانت بنت محجبة جميلة. وزوجة واضح ان هي جميلة. يطلقها برضو ما ليش مشكلة فيها. لكن لما تيجي تعمل فيديوهات. كذا فيديو. موجه بشكل صريح. ان البنت غير المحجبة فهي ناقصة. مش ملتزمة. اه هي مسلمة. احنا ما نقدرش نكفرها. هو بيجون علينا ان احنا مسلمين. لازلنا مسلمين. لكن الافضل ان الشاب يروح يتجاوز المحجبة. ترمزنا بالحجاب. وبعد كده هو عايش حياته بشكل طبيعي. وده طبيعي ان انت تعيش حياتك بشكل طبيعي. وتتجاوز فنانة او راقصة. او تتجاوز وتفر انت اللي عاوز ايه اعمله. لكن ما تجيش تضحك عليا. وتخش في بايرة الدين والهوى. وتفتقطبني دينيا. وتغير محور حياتي. عشان انا صدقتك وخليتك ايكونتي. وخليتك الشيخ بتاعي. انت الشيخ بتاعي انا ماشي يا وراك. وفي الاخر انت بتعمل فلوس. طيب. اه دكتور حسام تعليقك الاخير وانا قدامي بعض تعليقات لبعض اللي علاقوا يعني اللي عندهم وجهات نظر يعني. قال مشكلته منهم ادونا في الحياة واستمتعوهم بالحياة. تفضل. يعني انا يعني اعتقد من مجموع ما تمعتك واعتقد انه اي مشاهد يتابع هذه الشصة الاعلامية لن يستطيع ان يخرج بخطأ محدد منسوب الى هذا الداعية. اه لكن انا اخشى اقول انه اه معز مسعود يدفع ثمن صورة نمطية جاهزة للدعاء الجديد. وبالتالي يتم اسقاط هذه الصورة اليا وتلقائيا على اي داعية جديد سيأتي في الطريق. واخشى من مسألة اخرى تحول او تنامي المزاج اليميني المتزمت عموما في مصر. وللأسف انه هذا يطال بعض دوائر ايديولوجية كنا نظنها بعيدة عن هذا. انا يعني ضميما لمثل حضرتك يعني فيه زيجة مشهورة جدا في الوسط وهي زيجة احد المسؤولين شيوخ الطريقة الحمدية الشاب اللي هي ابراهيم سلام الراضي. الرجل ابدأ اعجابه بالفنان الكبيرة مديحة يسري. وحفل بينهما زيجة وكانت مضرب الامثال في الاستقرار والسعادة. وبالمناسبة انا اتيح لي ان التقي بالاعلام الكبير الراحل احمد فراد قبل رحيله باشهر وكان في حلقه قصة من حملة هجوم مماثلة قبل سنوات او عقود لنفس الاسباب الواهية او المفتعلة. ينبغي هنا ان نقيس الامور بميزان عادة. اذا كانت دعاية متسقا مع نفسه ومحبا للحياة ينبغي ان نشجع هذا الامر. ولنراجع الحصص الدعوية والاعلامية للرجل. فاذا وجدنا فيها ما يدعو الى التزمت او التطرف او الانخلاع من الحالة الوسطية. فليكن لنا زريع عند اذا لنقدة. لكن انا راجعت الحصص الدعوية للرجل على العكس. انا بشكرك يا دكتور حسيان بشكرك جميعا. وقبل ما اطلع فاصل عشان نستقبل الفنانة في في عبدو. تعالوا نشوف التقرير ده عن ايه حكاية التهديد الناس بالكلاب. وهو اللي دفع احد اعضاء مجلس النواب لتقديم مشروع قانون متعلق بهمية الترخيص لحائز الكلاب. خلوا حتى الناس تطلع من الجانب الانساني. يعني انتم عارفين جزء من الرفق بالحيوانات والتعامل معها والناس بتقتاني الكلاب يعني. النما الظاهرة اللي انتشرت ايضا بشكل كبير وتهديد الناس بالكلاب. وفي اكثر من فيديو منتشر. وده كنا من يومين تلاتة معاكم في قضية تم القبضة على الجانب فيها. ومحبوس الان يعني. الفيديو اللي احنا جبناه لكم من يومين تلاتة يعني. ده واقعة جديدة ايضا حققناها وسجلنا مع الاسرة. فيفي عبدو دائما بتكون عنوانا للجدل لمعارك مختلفة لاتهامات متبادلة. ناس تأيدها وناس تبقى ضدها. تعمل مائدة رحمن مثلا تلاقي في جدل. تاخد الام المثالية في جدل. ناس تهاجم وناس معاها. تعمل بعض عمال الخير. هتلاقي في ناس بتهاجمها وناس بتدافع عنها. تروح كاس العالم. الناس تحملها مسئولية الهزيمة في كاس العالم وتحملها مسئولية صفر المنديالية. ليه؟ هل فيه ازدواجية عند الكثيرين في المجتمع؟ يعني الناس ممكن يحبوا يتصوروا مع الفنانة لكن عند لحظة معينة اول ما بتبقى فيه مشكلة فيه ازمة فيصوبون مدافعهم على الفرق؟ وهل فيه في عبده تحديدا فيه مشكلة متعلقة بيها؟ هل اسمها يثير كل هذا الجدل وكل لهذه العواصف؟ هنسألها وحنتكلم معاها. ده اول لقاء لها بعد عودتها من روسيا بعد صفر المنديال واللي كان فيه تعليقات مختلفة من قطاعات مختلفة ايضا من المشاهدين. هنتبعها معاكو وخلونا نحييها اولا فيفا عبده اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وقل ازايك؟ حلو اول. ربنا خليك. اولا بقول مساء الخير سادة مشاهدين طبعا بكل الناس اللي بتفرج علينا وعلى استاذ وقل اللي براشي من الناس اللي الناس دايما بتحب تتبعهم وتبع اخباره ومواضيع حقية ومواضيع جميلة. وانا حبيت الحقيقة يعني لما قل لي قلت له لا انا لازم اطلع انا بي ازال همت في حاجات كتير جدا ولازم ارد على الظلم ده. طيب. وانا اه حاب ده معك بس اولا اه 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 ليه يا ابنفسك بتبهج وانت ظهر حزين. انت اخترت. يا استاذ وايل انا غالي استاذ وايل الابراشي. يعني مش لازم البس لك الحتة اللي على الحبل. وبعدين اللون مسحصح كده. اه. لون الحياة. لون الحياة. لون نبهج وانت ظهر حزين. بس ان شاء الله نبهج الناس في الحلقة. باذنك يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله ما كنتش ظهر الحزين. ان شاء الله. خليني بقى يا مدام في في. نعم. بيحملوكي مسؤولية الهزيمة في كاس العالم. انت المسؤولة عن صفر المنديال. عملت ايه? عملت ايه عشان انا اللي تحملت الرزق الكبير ده. اولا انا عايز اقول الحاجة لانا ما انا شخصيا ما بعرفش لا في السياسة. وما بعرفش في الدين غير حاجات بسيطة جدا ان انا بعرفة صلي. الحاجة التانية الكورة انا بحب اللعبة الحلوة. اه عمري ما كنت بفكر ان انا هعود عشان اتفرج علاماتشي للكورة. في حياتي. اه. يعني اول مرة في حياتي اشوف اللعيبة. عالطبيعة كان في روسيا. فعلا. اشوفهم. ده الاستداد بقى. بالعكس. اول مرة اشوفهم مع الناس اللي شافتهم. واخر مرة ان شاء الله. واخر مرة مش هروحها والنبي لو الدنيا ايه حتى خلاص. ده انا مش فهمة. يعني عايز اقول لك وحيات رسولي وحيات ربي. احنا ما شوفنا ايه اللعيبة. الا كان في الملعب زي بقيت الناس اللي قاعدة تتفرج. وكان جسمنا يعني بفرحنين. وبعدين اولا ده عاديين يقول مكسب واحد بس. يكون مكسب لكل المصريين. والكل العالم العربي. والكل الاجانب اللي راحوا كاسي العالم. ده فخر ذات حده. ذات حده يعني او. في حد ذاته يعني. في حد ذاته. انه فخر ان انت وصلت لكاسي العالم. يعني ده نقول ليه بنحبت الناس. يعني اولا كل الناس خسرت. اه. ثم مصر خسرت من قبل احنا ما نروح. مصر خسرت بعد احنا ما روحنا. العالم العربي كله خسر بعد ما كل الناس سفرت. حتى اللي بيطحن البن الرجل بتاع الكورة ده اسمه ايه. وبعدين المدرب العجوزي اللي هم ما جايبينه التوكتوك ولا اسمه الوفر. ده اللي اسم ايه اسم اوبر ولا توكتوك. كوبر. ايه هو ده. انا عايز افان كوبر ده كان كفاه عليه يجيبولهم الشباب. يخططولهم. يعني انت كنت مع تغيير كوبر. لا يعني انا بشوف في الناس النقاط. الناس كلها عمالها بتتكلم. فانا بحول اهتم بالكورة اللي يلبسوني عمتها دي. وانا مش فهمها. يعني انا مليش اي علاقة. ولا زمائلي اللي كانوا معانا. والله. والله. ورسول الله انا ما طلعت من من الاوتيل. الا على المطش. وعشان الحلفان ودوني تاني يوم. صوروني. وصوروني على الشاشات اللي بخطها في الشوارع. اللي هو الارية بتاع حضور المشجعين ده. اسمه الله عليك. ودوني فيها عشان احلفت ان انا رحت شوقني المكان ده بس. ولا اعرف حاجة عن كده خالص. اولا كله ظلم في ظلم. الحاجة اللي بقول لها لك. ان كل الناس روحت. يعني عايز افهمها. وفي حد تاني كسب. مين اللي كسب? العالم العربي كله خسران. العالم الاوروبي ازا كان اللي بتحانه البونس ما ايه? اللي بحبه الكرة اوي الرجل بتاع البرازيل. انت بتكلمني عن البرازيل. انت بقول لي. كله روي. والارجنتين والمانيا واسبانيا. كله سلاموا عليكم. اقول نعمل ايه بقى ده? ربنا نعاوز كده. طب نعمل احنا بش زنبنا. وزنبي ان انا رحت اتعزمت. قالوا لي معزومة في كاس العالم. لما انا كن معزومة ازا كنت انا رحت نزلت في المياه عشان قالوا لي تحية المصر. نزلت مع رامز فيه وسط المياه وانا ما بعرفش عمه وبخاف جدا. انا سبت وطنية بحبي بلدي. وانت لما تقدمني تذكاره وتقول لي تعالي مش تذكاره. ولا قلتلي انت تروح تحيي مثلا في الحتة الفلينية بلدك هروح. في اي حتة من غير ما فكر. اه. من غير ما فكر. انا انا وطنية. انا الدم اللي ماشي في جسمي ده دم ماصبي مش مية. الله. انت تقول لي تعالي في اي حتة هروح. طيب انا امشي معاك خطوة خطوة. بس انت كوي يعني بتقولي اه يعني عشان بس كل الكلام بقى اللي قيل. انت من الفندق للاستاد. يعني حكاية ان فيف عبدو اه في فندق اللاعبين. فيف عبدو هي السبب اللاعبة ما ركزتش بسبب فيف عبدو. نعم. وانا شفتهم الا زي زي اللاعيبة. زي ان بقيت الناس كلها في الناج وفوقه كمان قوي ولا حد شايفني ولا شايف. ده انا ده انا كان نفسي شوف اللاعيبة. شفتهم من الشاشة لاني مش شايفة مش شايفة الناس من تحت. انا شفتهم زي زي بقيت الناس. ايه اللي جرام اللي انا عملته. لبسوني انا العمة. وقالوا فيف عبدو هي اللي راحت. وفيف عبدو اقتحمت مش عارفة ايه. يا سلام مش فيه ادارة كورة موجودة. تدخل اللي تدخلوا ما تدخلش اللي تدخلوا. ولو فيه حد دخل واتصور معا بيبقى مسئولية المسكين الكورة. انا دلوقتي اقدر اخدش على 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 استوديو بتاعك يا استاذ واقل من غير علمك. لا طبعا زي ما انت بتقولي صح. انا مش فهنا. ده مسئولية المشرفين على الله. على الفريق وعلى. المفروض هم اللي بيدخلوا مين وبيخراجوا مين. اذا في صورة اتوحد الله لي او لزمائلي يفضل يجبوه. انا ما نعرفش حاجة عنهم. ما نعرفشهم ما فين اساسا. احنا رحنا زينا زي بقيت الناس. واخدنا شتيمة ما لاش اي معنى. والناس دي لازم تتعاقب اللي بتقالي. ادبع الفنانين عمتا. الفنانين دولا مش شوية يا استاذ. اه بس خلي بالك الناس كلها خدوا يعني سابوا الناس كلها تبا ليلة علوك هيت موجودة. الهام شاهين. بس كله العنوان الاساسي في فعبد. في فعبد. اللعبة مركزتش بسبب في فعبد. يا سلام. ليه ما ان شاء الله يعني حط ايه مش تعارفة طلع ايه يعني بقهمهم في في الملعب. وبعدين انا عايز اقول لك حاجة. يعني اولا يعني اللعبة اكيد ان لعبوا طول المطشاط واسعدونا كتير جدا اللعبة. هيا الناس ما بترضاش على اي حد يا استاذ واقل يعني نجح. كسب زعلانين منه. اه اه كسبان هيصوله. خسر زعلانين منه. الكورة فيها خسارة فيها ما كسب. بعدين اقول لقدرتك. انا رأسها للفيفا. الفيفا. الفيفا. اه اه. الفيفا. هنا بعد ارجوهم على مصر بتلاتين سنة. انا اللي رأست له. هنا في مصر. اه ده سنة كم? من كم سنة يعني. من 15-18 سنة. اه اول مرة ييجوا مصر. بعد عمر تلاتين سنة. اللي بيحبوا الكورة بيقعد يحسبوا. رأس للفيفا. ايوة. انا اللي رأست لهم في مصر. يعني عايز اقول. ده كانت حفلة مقامة. اه. طبعا في شيرتون الجزيرة وجتلهم من النيل. وانا لابسة الفرعوني. وكان حاجة مشرفة جدا. احنا طول عمرنا يعني مش فاهمة ايه. ايه. ايه بصة الرديقة اللي بيبص صادف فنان. لأ. اه. انا هكلم معاك بقى في ده بقى. اللي هو. اه. اكلم معاك في ده. اه. انت عندك احساس ان الفنان مدان مسبقة. الناس بتتعامل مع الفنان انه ما ينفعش بقى في مناسبات جدة. بهذا الشكل. الناس متوقع ان في جدية وعايزين نفوذ. فاصل الفنانين دول بتوع التسلية. هما دول بتوع الالهاء. الهاء اللاعبين. و. ليه. ليه التعامل مع الفنانين. انا واحدة يا استاذ وائل في دوم دوم ملايين. ده انا طلعت السلالم ونزلت السلالم لما طفحت الدم. انا كنت عايزة روح. اساسا. انا ماليش في اللعبة. يعني كنت عايزة روح. يا ريتك لقيت عربية. انا ماليش حاجة خالص. انا لو لقيت عربية وحيت الكرآن من كتر السلالم اللي طلعتها وانزلتها. قلبي وجعني. يعني باهدلة وتشتمت كمان. وكمان جابوا جابوا بقى خدت بقى انت كل الحملة مش عليا وعلى زمايلي. ليه? ما عملناش حاجة. وانت لو قلت لي تعالي انا مصرية. تقول لي تعالي في اي حتة حي بقى لك هروح حيية. وبعدين قلت تخير الدنيا ان هما صعدوا لكاس العالم. ده زد. لا خلينا ده ده جانب بقى. صلت مش كوبر بقى. خلينا ده الجانب ده نتكلم. بتاع كوبر? ولا بتاع توكتوب بتاع مين? اه انت نسميه دكتور عشان كوبر. انا مش عارف اسمه ايه. اسمه كوبر ده. كوبر. ايه هو كوبر. اه. وبعدين يا استاذ كوبر. انت اللي عيبك تقع قصيريني. يعني مسلا في المصر اللي انا حضرته. انت حضرت بتاع روسيا. روسيا. اه. الروسيين يا استاذ لوائل طوال. اه. طوال. ام. زي صنافور المحطة كده. اه. خدت بالك انت. وارجويك انو اطول كمان. يا اخ واجه لعيبك حتى. ده انا لما بفهمش في الكورة. لو انا بقول لي موسيقي قاعد بيطبيل لي هقوله بشويش. عشان هوجهه. انت اللعيبة بتوعك مش كلهم طوال. عملين يلعبوا كور طويلة بتدولوا كورة ببقوا يحطها في اللي في الجول. الله. طب ما تقول لي لعيبك. العبوا على الواطي. عشان اللعيبة يقدروا يلاقوا نفسهم. ده ايوب كتيرة جدا. انا مفهمش فيها. الناس بتقول. لا بس انت بتفهمي هو الله في. لا يعني انا بصيت. انا بصيت. ما وضعتش الخطة ليه ما اخذتش كورة. ما انا كان نفس بقى الارشوب تاني التوكتوك ده انا كنت عملت بقى الخطة. يعني اعمل ايه يعني اللعيبة بتوع بتوع البلد دي روسيا طوال. طوال اه اه اه. ده صحيح وعشان كده. اه. مسلا هزمتنا بكورة سابتة يعني. ما انا مش فهم انا. اتفقد. طيب. اه خطوة خطوة تاني. اه. يعني اولا حكاية الفنانين اه والهاء اللاعبين وتفقدهم تركيزهم. ده يعني ما فيش فنان او فنانة او انت شخصان ما روحتيش خالص. ولا حد مننا من زميل راحوا. انا كمان بحكم على زميلي. كان معايا الأستاذ أشرف زاكي وكانت معايا مادام العلوي. آآ لهم شاهين. بوسي شالبي اه. كل اللي كانوا معانا في الاوتيل ما تحركناش من غير بعض. احنا تحركن مع بعض. لا شفنا العيبة. ولا نعرف هما فين ولا عندنا فكرة ما تفهمش احنا اتدبسنا ودخلنا في الموضوع ده ازاي انا ما اعرفش اتدبس حد زقوكو يعني لا ما زقنا ده حد بيتسلة يعني مش لقى حاجة يقولها لا لا انا هقولك في غضب من الناس في جانب بس هخلي الجانب ده دلوقتي الجانب بس الاولين انت شايفة في قصوة في التعامل مع الفنانين لما بيروحوا مناسبات جادة زي دي وكأنه في زين الناس الفنان مش بتاع احنا عايزين نكسب انتو مودين الفنانين ليه ايه يا استاذ واقل بقولك انا رأسها للبيبة هنا في مصر هما لما جات البيبة مصر البيبة اللي كانوا حطين العالم بتاعها في روسيا في النص الاول والعالم مصر الفيفة هي اللي بتدير اللعبة كلها في العالم ازاي لما جم جابوا لهم مين جابوا لهم في فعب انا بقولك انا رأسها للبيبة وممكن ابعتلك الشريط تقدر تشوف حضرتك وانا رأسله اه بس زي حفلة في فندو فندو طب جايين لي مين هما جايين ليه جايين بعد تلاتين سنة مصر انا رأسطلهم هما دي مش كرة طيب ما قلت بعد بقولك انت رأسطينا وجبتلنا الهزيمة ايه رأسطهم وحتى اللعيبة زمان يعني طوله امرنا نعرف ان اللعيبة حتى لما كانوا بيكسب ويعملوا حفلات ويجيبوا اللعيبة لقصادهم ازا كانوا اجانب او كده انا احنا بنروح لنورس ليهم عادي جدا انا شايف الموضوع متصعب قوي ومعمول حكاية من لا شيء احنا مننزم بفيها خالص لا بنقول لهم جبونا نورس ولا احنا قلنا له خدونا نشجع ولا احنا قلنا اكتحمنا حد ولا قلنا له شيء اللعين ما دي حطالي على راسي انا عشان الشيء لا انا مالي انا مالي انا وزمالي نتحط في بوز المدفع ليه ما تدوروا على الغلطة الحقيقية في كاس العالم اللي احنا رحناه لا فيه اخطاء كتير بس كان من بينها كمان الفشل في التنظيم والادارة ومن ضمن هذا الفشل ان الناس بتشوف يا مدام فيفي هنا ان انت لما تبعت ناس تشجع يبعت مين يعني هو انا لما لبست لشركة سياحة شركة بتعمل اعلانات تلبست لها تشيرت هو ده مش ستيم للمباعيات والدعاية قسم دعاية بالنسبة لهم ولا كان ايه يعني لو اي فنان منهم لبسنا التشيرت بتاعه ده معناه ايه وانا النهاردة لما بعمل اعلان لأي سلعة بعملها ليه اه انت شايفة يعني انك انت بتسافري وهما ده بالنسبة لهم الفنان يعني كأنه اعلان يعني بالزبط ايوه بس احنا في الجانب ده بقى خليني ايه دخلنا احنا في اللعبة بقى احنا ايه دخلنا في بطول كورة ما هو بس في الجانب ده ايه انت في كاس عالم في الاف الشباب كان نفسهم يسافروا كاس عالم يا استاذ وانا مش روح بيهدوء بس كل الناس ده مصر انت فاكر ان انا ولا فنانين دولم اللي كانوا هناك ده ملايين ملايين جايين من كل انحاء العالم ايوه احنا شايفين يشجعوا مصر من حبوك ومصر ملايين بلايين مش ملايين اقولك ايه ده كله جعل حسابه يا استاذ ولا في حد جابه ايوه جعله ما هو الجانب بقى هنا يا مدام فيه بعض يقولك يعني بعض الشخصات العامة يقولي يعني احنا لو شفنا في في عبده كده بتشجع فيه الاستاذ من نفسها ومن طلقاء نفسها وسفرت على حسابها الخاص خلينا بس اكمل كلام هنا الناس هتقول والله ده يعني ده قمة الوطنية الست سفرت تشجع زي فيه عدد كبير من الفنانين العالميين عملوا كده يعني لكن البعض احيان اقولك ايه يعني هي في في عبده محتاجة انها تسفر مجانا طبعا كنت سفر شباب المتفوقين شباب المخترعين وانا قلت له تعالى صفرني ما كان صفاره مخلصني من التهمة المميتة اللي انا عملتها كأنه عاملة جريمة انا ما عملتش حاجة غير ان انا في في عبده ولازم يحمله القل على حسابه على روسيانا لا يتصار القل على الماركة لا الفنان بيروح بمنطقة الفخر في اي بلد في العالم بنتعزب في كل المناسبات الرسمية احنا بنتعزب في قلبيها وده فخر لأي حد ان الفنان يروح في اي حد يا أستاذ وائل ليه احنا مش نكر يا أستاذ وائل احنا حاجة مهمة جدا ايوة بس بس انا عايز اقولك حاجة لو انا رحت على حسابي او رحت او واحد اداني تذكره وقالت فضالي الناس هتعرف منين اللي عايز يعمل اساءة هيعمل اساءة بشكل او اخر لكن انا شيء ما ليش زنب فيه انا اساسا ما بحبش القورة انا ما بحبهاش انا حب اللعبة الحلوة لو حد لعب لعبة حلوة اقول الله لأ انا فنانة يعني زي ما قلتلك مثلا بصيت في البلعب في الشاشة شايفة اللعبة بتوعنا معلش يعني انا اسفة في منهم اللي سير والطويل وكده وانا شايفة دولا يعني عمود نور قدامي فجالك على طول الحس الفني على طول ان ازاي احنا سايبينهم حتى يلعبوا الكرات الثابتة والطويلة مش فاهمان لا بتقوله بتدي له الكرة بوي وحطها بيقوله حطها في الجون يعني انت طويل وبتدي له الكرة براسك فوق ادي تاله بقى بوقه طب احنا زي ما احنا ايه وبعدين انت المدرب انت الرجل اللي بتدرب مش احنا ان فيه مدربين فيه مسؤولين عن الكرة مش احنا يكلموا الناس دي حزبوا الناس دي كان لازم يفرحوا الملايين العالم اللي هي ده ده كله وانت هناك لما جالكم اكيد بلغوكم انه فيه استياء من الناس وانت هناك عملتوا ايه انه فيه استياء فيه قطاعات ما كانتش فيه استياء خالص غد بعد ما المطشي خسر وبعدين قلنا لا لا والله التعليقات قبل المطش لا انا ما عرفش انا ما عرفش اصلا كان عندنا تجربة في مطش مصر والجزائر في السودان بعدنا ايضا فنانين لا انا ما عرفش انا الموضوع تحاجة اه الساذ واقل الناس شايفة انه يعني هو الناس مش يعني هنا بس ضد الفنان كانوا شايفين ان الفنان يستطيع ان يسافر على نفقاته الخاص الاعلام كذلك يعيسي ده ده ديوم تأمل التذكرة وفي عيده عني مش عاوزاهم وانا قلت له تعالى جيبلي التذكرة انا مش عاوزة لو كنت اروح يعني كورة ولا شو بش انا راح اشجع بلدي انا مصرية لو قال لي تعالي جهنم هاروح وراه عشان انا مصرية قلت لك اللي بيجرب دمي ده مش مية دم فلما يقول لي تعالي البلدك اقوله لا اه ادي لك انا تمنى التذكرة عشان الناس متتكلمش على ايه يا استاذ واقل الاخد ناس كتير جدا من كل من كل العالم المصري اللي ممكن يروحوا عشان يشجعوا بلدهم وناس كتير جاية من كل ارحاء العالم عشان يشجعوا بلدهم ايه ده خل بقى فيتي عبده في الموزة فيه ناس اهو انت بتشجعي اهو انت هنا في الاستاذ اهو بتشجعي طب اعمل ايه انا عايز نشجع او اعز نعمل ايه لا 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 هنا مفيش مشكلة محدش اتكلم فيه هنا طبيعي انك هتشجعي ومال هتعمل ايه مال يعني اعمل ايه ده بيقولك انا وطول الوقت بقى واقفة بقى ارى قرآن بيقولك بطي ارى قرآن ومال كان عايز نعمل ايه اروح عن دياني اجيب لي برميل خمر احطه جنب اعود ازكر عشان بتفرج على القرآن مال لازم اقرأ قرآن دمين الخواجة يامني دمين اقرأ قرآن بتاع الخمور يعني كان جنبنا الروس بيزكره واحنا عملين ايه ده لك ربنا عاوز كده هنعمل ايه هنعمل ايه قضي الله واضي حكمته طيب لما جالكوا بقى وانت هناك اتدايقتي يعني بدأ البقى شريف مونير عمل فيديو شريف مونير طبعا بعد ما حصل خسارة فبيقولهم يا جماعة احنا ما عملناش حاجة وده كان حقه ان فعلا احنا ما عملناش حاجة احنا زي اي حد راح ما عملناش حاجة لا روحوا ولا زلمتونا وقلتوا اللعيبة واحنا لا شفنا لعيبة ولا شفنا حد ولا زي اقل ناس راحت حتى وحزنانين ورجعنين وشنا مكسور والله العظيم لو كانوا كتابول عماير الدنيا دي كلها مش عاوزها ولا كسر كسرة زي دي لاني انا طول عمري ما حبش الفشل ابدا بس الاول مرة انا يحصل لي ده تحياتي تب وتخيل بقى لما يحملوك انت مسؤولية الفشل تخيل بقى ما تفهمش كاين انا مثلا كنت انا كرة اللي بقى لعفتوستيهم ما انا مش فاهم انا قاعد زي زي زباية الناس بتبرج على كرة من الشاشات والناس اللعيبة في الارض بيلعبوا احد انا مش شايفاهم مكتر من الناس وقف عن بلا بتهلل ما تشوفش اللعيبة بيلعبوا فيه انا شفته من الشاشة اتدائقتي من بعض وجهات النظر يعني خليني كانت معايا الاستاذة مجدى خيرل وبالتأكيد كلامها يعني ارضى بالكثيرين تعالي نسمع فيه الجزء ناخد واحد وثلاثة مع بعض نسمعهم مع بعض نسمع ايه ايه اللي استفازك قوي ايه اللي خلاكي تستلي قلمك وتكتيبي على طول وتعبيري عن موقفك بهذا الشكل المتابعة متابعة ما يحدث واخر بالحادتك يعني لما قيل ان في مجموعة من الفنانين رايحين بيشجعوا الفريق القومي في مهمة يعني تعتبر مهمة رفعين اعلام مصر يعني لازم تكون اختيار الناس له معنى ايه اللي عملوه مغجل ما انا مش فاقل ايه المغجل المغجل طريقة الكلام يعني خمسة مواوة يلا بقى يعني احنا مش فرح بتاع يعني وطريقة الكلام ادعو يعني وانا مش عارف انا نفسي اقلت لك عشان تعرف يعني بتاع بس يعني لو حطيت الفيديو هتعرف في معنى الكلام يعني ايه ايه اما اصل الناس بتشجع يعني لا يعني لا 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 معليش تشجع بقى زي ما بقول لها حطيتك بفرح بنت شايماء لكن رايحين في مناسبة يعني معنا اربع دول عربية وكم من الدول الاجنبية ايش معنا احنا اللي يبقى عاملينش كده يعني ده فيه ناس في الافراح يقول لك ما تجيبش بلاش الست بتاع احسن عيالها بيعملوا فضايح ومنظرها مش بتاع في فرح الله هو احنا للدرجات احنا بنستهين بقيمة مصر وفنانين مصر يعني المفروض ان فنانين مصر يعني ينزعجوا مش يعني انك انك فشلت في عالم السينما يعني وفقا لكلام شريف فبتطلعي هذه العقد وهذه الأحقاد عليهم يعني وانا فشلت في عالم السينما انا مش عارف انا بسأل مش عارف يعني احتمال لكن هو قدر اولا على فكرة هذا يعني ده عملي اربع مسلسلات وانت عملت اللي في في عبدو فيلمين اعتقد اربع افلام اربع افلام القتلة وال القتلة والمزاج مع مجاحة كامل والستات والغجر الغجر بتقولك انت احنا مش فرح شيماء مين شيماء دي بنتها مين شيماء شيماء دي بنتها ولا مين فبتقول ده في كاس عالم يعني مش فرح مش شيماء ولا شيماء يا جماعة قالت مش فرح مش شيماء يعني مش عارف اي قصدا ايه يعني تنتقبل الناس كلها كنت هتنط وتروحي ولو جل اي حد كان هيروح هو عشان جات لخمسة اموها هو ده العقبة يعني وبعدين يا حبيبتي ما تزعليش على كل احنا زعلانين كلنا منك ومن كلامك الجارح اللي انت قلته هنا وفي نقاب ان شاء الله الاستاذ الدكتور عد طبعا دكتور عشف زكي هو اللي يقوم بالمهمة دي لاني قلت كلام جارح اللي اعلي وعلى زميلي وهو لا الموضوع خمسة اموها ولا موضوع حاجة انت عادة تسل شو بليك سلب بسل فيه بدل ما انت عادة تسلب في الناس وتقول الكلام اللي انت بتقولي ده عيب يا مجدى خير الله تتكلمي علينا بهذا الشكل خالص لاني ما شفتيش مننا غير كل قير وادب فليه اللي انت عملتي ده ما انا مش فاهمة طب وإيه اللي ودك العربية تتكلمي لا بعد انت في ايه انا حبيبتي بقى ربنا معاك والقضاء العادل معاك الجزيرة الجزيرة ما عرفش تكلمك فينا انا سمعت بعد كده بس بقى ربنا معاك ان شاء الله هو القضاء العادل المصري معاك واحنا كلنا قلنا لازم النقابة تقوم بحقنا وناخد حقنا منك مش هنسيب لك حقنا خالف طيب بس هي عندها بيعني وية نظر اللي هي بعض يعني الناس احنا بعضين فنانين ففي في عبد اللي هو وباء اي وباء وخمسة مواء وانا قلت اي وباء ولا قلت حاجة انا بقول مصر اللي فيها خمسة مواء ولا خمسة هوريو ولا خمسة اي حاج خمسة ده مع جمهوري ومع حبيبي واللي انا متعودة في الميديا اتكلم مع جمهوري انا اعرف تماما جدا يا استاذ وائل انا ست محترمة جدا واعرف فين يتقال ده وفين ما يتقالش ده اما نعطل حاجات ملهاش اي لازمة يعني خالص انا هروح هناك عشان اقول يا مصر مش هقول لخمسة مواء ولا خمسة هوريو انا عارفة كويس جدا انا هبصل فين واتكلم فين وما اتكلمش فين فانا عذرا يا جماعة انا مظلومة والله العظيم الزلامت انا وزميلي احنا ما قولنا اي حاجة غير ان احنا ادعينا عشان خاطر تحية المصر روح روحنا ومش هتقول لي تعالي عشان مصر اقولك لا انت لو قدتني جوانا ما شان مصر هروح اه بس الخلاف زي ما قلت لك شان نكون متفقين البعض شايد في مناسبات جماهيرية زي دي الشخصيات التي تستطيع السفر على حسابها ما تسافرش مجانا تقول لهم لا يا وساندوائل سامينة بس قول لهم لا انا هسافر على حسابي يا سلام اما انت على حاجة غريبة قوي يا اخي كم التذكار اللي انا دفعتها انا هاتفعها وخلاص رحت على حساب يا جماعة خلاص انا هاتفع التذكار مين اللي من حقه ياخد التذكار انا بقولك ده فيه البعض الشباب اللي كانوا في سورهم يا وساز انا معرفش انا تمنى من الشباب انا بحب الشباب جدا وحب البنات جدا وانا اكتر واحدة مشجعة للشباب بالعكس ده انا بشيلهم على راسي وانا امه بحبهم وعاوزهم يبقوا احسن ناس في الدنيا ولو التذكارة دي كبتسعد اي بني ادم في الدنيا غيري كنت قطلت فضالة وخدها بس مش بي ايدي انا معرفش حاجة انا فجأة لقيت نفسي انا وزميلي موجودين في المطار مسافرين عشان خاطر نحي مصر خلاص هو ده اللي نعرفه لا عملية تذكارة ولا عملية حاجة اذا كانت تذكارة مدايق الدنيا كلها كده وعلى حسابه وعلى حسابهم انا هدفع عشر تذاكر يلا بقى خلاص مش عاوزين العشر تذكارة بتقول فنانين كل واحد مننا هندفع تذكارته ومش عاوزين بس مش احنا مش احنا اللي خلينا اللعيبة بتقولنا يخساره لا طبعا ده احنا كنا نتمنى نرجع فرحانين كل العالم يبقى فرحان ومش بس هم اللي خسروا كل العالم العربي خسر وكل العالم العربي ايوة بس احنا لأداء لا مهمش لأداء ولا نتيجة والدولتين اللي رجعوا بصفر زنب انا ايه مصر وبنان زنب ايه يا استاذ وائل لا انت مسؤول انت السابق لا يا استاذ وائل وانا كنت معاهم المباراة اللي قبلها كنت معاهم واللي بعدها كنت معاهم طبعا كنت في مباراة واحد اتا اللي قابلي مني ايه واللي بعدي مني ايه قلت خمسة مواخدنا ست ست جوان يا استاذ وائل يا استاذ وائل بعد كلام يعني احنا نقعد يعني مش فهمة نسيب لا 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 يعني كلام ملوش ان شايف الناس بتهرب من الأسباب الحقيقية ويلبسوها لأي حد وانا عايز اقول اني انا يا جماعة يعني مش بس المناسبات دي احنا بنروح سفرة للسفرات في مليون الف حتة بنروح يا استاذ وائل احنا مش للدرجات يعني عشان احنا الناس استهتر بينا لا يا استاذ وائل لا يا استاذ وائل احنا ناس شخصيات عامة مهمة جدا ليه مش مهمة يا استاذ وائل فيه الليالي التلفزيون يكون بتعامل لمصر يا استاذ وائل فيه حاجات كتير جدا نصانة الناس لازم بتعرفها الشباب الجديد اللي لسه الليالي التلفزيون دي الحفلات اللي كان اللي كان بتتعامل لمصر يا استاذ وائل مش كان بتتعامل حفلات في مصر لالي التلفزيون مليون قبل حفلة كان بتتعامل هو دم كان بعملوها دولا من سباكين ولا فنانين ما انفش داع الكلام ده ايه الكلام دوت ايه ده السخرية بالفنان لهذا الدرجة لازم يعرفوا ان احنا بنروح لصفرة بنتعزم في بيوت الصفرة وليستات همه في شيء في حاجة اسمها انتو بتقله قيمة الفن وده غلط انا لا اقبله ولا اي حد يقبله ان حد يقلي بقيمة الفن الفن ده مهم جدا طول عمره يا استاذ وايل انا بشتغل بقالي 35 سنة ازاي يا استاذ وايل انا اللي بشوفه دلوقتي ده ما شفتهش قبل كده ولا حد يقبله ولا حد يرضى بيه ايه اللي كنت اقوله تذكرة طب على حسابي اروح ولو مش عسابي خلاص شوكرا ايه كلم الفضي ده ايه ده ده لو وداني النار لو وداني الجوهنم هروح ده انا يا استاذ وايل حطيت في بلدي هنا وهما بالصالحين مع اسرائيل دخلت المينهاوس لقيت كل الصالة كلها يهود خدت العلم رمى العلم الاسرائيلي عليها خدتوا في بلدي وحطيته تحت رجلها وحطيت طرحيته وقلت يا حل يا اسم في وجود يا مصر ازاي يا استاذ وايل انت شايفة هنا يعني فجرة اهانتك لا 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 يا استاذ وايل لا لا احنا ناس محترمين جدا وكل حاجة مهمة احنا موجودين فيها ولا نعب الاساء اللي بنعا اللي احنا موجودين فيها مجرد التسلية والسخرية لا 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 عيب 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 وبعدين يا جماعة والله ما لنا زنب في الموضوع قالوا الماضي اللي قبليه كنا فيه واللي بعديه كنا فيه كنا في ماضيات الناس دي كلها لغير اللي مشوا أفاهم يا عمر عيشوا ماشيين يهولون زي الدورة قالوا احنا معنا قالوا الكرة ده مكسب وخسارة طول عمر اللعب عمتا مكسب وخسارة ما فيهاش حاجة احنا نحمد ربينا ان شبابنا وصلونا لكاس العالم قطر قالت خيرهم احنا كنا في امتى نحلم ان احنا نروح كاس العالم او اي حد نروح كاس العالم ده يعني انا مش عايز احملك النقاش ده لكن الوصول لكاس العالم مش معناها اداء سيء ومش معناها صفر ومش معناها ان احنا نبقى الفرق الوحيدة التي حصلت على صفر مع بنا نروح يحزب المسئولين يحزب الناس اللي لقبته بالكورة مش حزبه نعنا ان حضرنا ده حفلة او حضرنا عند حضرتك اقولنا مساء خير يبقى هي ده زنبنا ان احنا جينا اقولنا تحيا مصر هو ده اللي خسر الدنيا لا مش كلام ده خالص طيب هد شوية انت انا مهدية خالص انا لا بص يا استاذ واقل انا شايفة بقت العملية كتير قوي في السخرية وانا مش بحب السخرية انا بحب قوي ان زي ما الناس بتحترمنا لازم هم كمان يحترموا الفنان ولازم يعرفوا ان الفنان ده شامعة بتقيد هم يشوفوها والناس بتسلي قدامهم عيب عيب في فنانين محترمين كتير جدا كانوا هناك ايه المشكلة ايه المشكلة اه بس طبعا عدد كبير منهم يعني لما شافوا الموجة عالية كده فضلوا الصمت والانزواء طبعا انا كنت طالبة الصمت انا ما اتكلمتش خالص انا كان نفس اطلع اقول للناس يا جماعنا مظلومة على اللي انت بتقولوه ده ما قلتش لكن لما حضرتك طلبت مني ولقيت فيه شباب زي الورد بيطلبوني مثلا انت تصورتي مع اللعيبة بمزاج يعني بمزاجهم ولا قصبا عنهم تخيالي لما شاب يطلع يقولي مثلا كده لازم يفهم ان انا ما عملتش ده ما شفتهمش اساسا انا ما عرفش هما فين ما عنديش فكرة عنهم خالص انتوا قدين فكرة غلط احنا لا شفنا اللعيبة ولا نعرف حاجة عن اللعيبة ولا نعرف اي مخلوق ولا شفنا زينا زي بقيت الجمهور في الم في البتاع دو وهم بيلعبوا كرة في الملعب في الملعب في الاستاد بس باش نبتلاش حاجة غير كده ولا نعرف حاجة تلبسوا لحنا الايمة ليه مش حرام عليكم اه رجعتي بقى من هناك قبل ما اطلع فاصل رجعتي من هناك حزينة جدا لما سمعت التعليقات ده وانت جاية اه لمصر طبعا حزينة جدا اولا حزينة انا ما طلقتش من القتيل خالص انا كنت مرهاقة جدا ونمت مخرقتش من القتيل خالص غير ساعة ترموتش اقويل كتير جدا انا مش فهمها ايه اللي بيقولوها مش عارفة حدسة كاني حد ضربنا على راسنا في شواكيش ما نعرفش ايه اللي عملناه يعني يا ريتنا ما روحنا يا ريتني ما روحت يا ريتني موت قبل ما روح اوالله مش اوه كده بس لا ما بنتناقش بنشوف ايه السبب لا والله العظيم اوي كده عارف ليه لان الا المظلوم الا الظلم انت بتظلمني على حاجة ما ليش اي زنب فيها انت بدل ما تسيب الناس المسؤولة عن اللعب جاي بتحملني ان انا جيت قلت تحية مصر في الملعب الله في ايه طيب يعني طبعا يا جماعة هطلع فصل وهنكمل بس طبعا فيه فيه خيط رفيع جدا بين اللي عنده وجهات نظر مختلفة متعلقة بصفر الفنانين او الشخصيات العامة عموما لانهم ما كانوش فنانين بس كانوا فنانين واعلاميين وفيه اعضاء مجلس نواب فيه اه رجال اعمال انه بعض الشخصيات العامة يمكن ان تسافر على حسابيها الخاص ان بعض الشخصيات العامة كمان احنا اه الناس شافت مع كان عندنا سابقة قبل كده مصر والجزائر في السودان فبقى عندهم عقدة لما بعثنا الفنانين والناس قالوا لا كنتوا بعثوا المشجعين اللي اه ممكن يزلزلوا الملعب تشجيعا يعني اه كل دي وجهات نظر لكن احيانا البعض في وجهات نظر بيهين الفنانين ده اللي انت لو ايه انتو بعثين الفنانين ولا نسبح لهم لا نسبح لهم لاهانتنا خالص اصلي يعني وعدة تطلع تتكلم كده عن فنانين وهي 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 دخلت بيت الفنانة اللي بتتكلم عنها مش عاني هي ما كلمتش عني الوعد اتكلمت على كل الناس وما يسفق اه بس ده ده جزء من وسط الفن لا ما عليك اه بس ده مجد خير الله بس ده اللي كلمت الكلام للفارغ اللي قالته ده معاربش يعني معاربش جابته منين الكلام ده شايفا دي مش واجهة ان احنا نبعت النقيب بقى هو يصرف معا ده النقطة دي النقيب يصرف معا يا جماعة اذا كان انا غلط مش هغلط مرة تانية خالص طوبة خلاص طوبة عمري ما حد هيعزمني حتى على حتة هروح فيها وعاوز اقول لو كان تمن التذكارة مدايقهم انا هجيكو كل فنان مننا يرجع تمن التذكارة ويبقى روحنا على حسابنا طيب واطلع قبل ما اطلع فاصل اعمل بقى زي عائلة غاتب بعادات وتقاليد توبة والنبي توبة توبة والنبي توبة هطلع فاصل وهنكمل معا دينا نحييكم من جديد بعد عودتها من كاس العالم وبعد مسئوليتها عن صفر المونديال وبعد مسئوليتها عن الهزيمة في كاس العالم حسب تعليقات البعض ربما تم تحميل فيفا عبدو الكثير من المسئولية صحيح في وفد من الفنانين وفد من الشخصيات العامة لكن البعض تعامل مع صفر ريم على انه بمثابة الهاء للعبين ان كان يجب تسفير بعض شباب المتفوقين شباب المخترعين افضل كان فيه وجهة نظر مختلفة لكن كمان كان البعض بدأ ياخد القضية باتجاه اهانة الفنانين وكأن الفنان هنا لا يصلح ان يكون ممثلا او وجهة لمصر في هذه المناسبات خلينا عبلي ما اكمل النقاش مع الفنانة فيفا عبدو معايا الفنان الكبير الاستاذ عادل امامي استاذ عادل اهلا بيك اهلا يا وائل ازاي حضرتك اهلا بيك استاذ عادل سعداء دايما بسمع صوتك وما فيش صخب هوت خالص النهار ما فيش عيد انا ااسف على الصخب اللي فات كان نفسي نستمتع طبعا بس انت قلت الحياة المفيد في هذه القضية يعني اه 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 العمل الانساني والعلم والعمل الاجتماعي اه ده شيء عظيف واللي انت عمليه شيء كويس اوز حاجة تانية كمان اللي ما ننساش هلو اه انا سمعك يا استاذ عادل فضل اه اه في اوائل ثورة يوليوم السيدة تحقيقة اللوك الفنان الكبير العظيم قادر بطار الرحمة اللي كان بيمشي في الصعيد وفي التراكس اه كان مشروع استماعي جميل عملته فنانة كبيرة ورقصة كبيرة تحقيقة الي انت بتعمليه ده لا يزيد ليك مضاق يا يا ربي خليك يا استاذ عادل الله يخليك عصلي مظلومة والله ولا عملت اي حاجة يعني غري ان انا فعزمت ورحت عملت ايه خلص يعني ما عرفش مش عارب بقولوا اللعبة ما ركزتش يا استاذ عادل طبعا انا فينه وينك لو بنعب كورة يعني استاذ ما بص تلس في عابد ويعاد وما عاد شاب يا استاذ عادل اولا تحياتي كل اللي عيبت الكورة المصريين وقد طر الف خيرهم وهم على راسي وانا كان نفس اشوفهم على الطبيعة ونقولهم ربنا يخليه كلينا وبيتعبوا وبيجروا جاري كتير قوي في الاستاذ والله انا اشفقت عليهم من جريهم والله وبالذات محمد صلاح وهو مصاب وعمال بيجري على اخر سرع في الملعب كان بينسبالي انا اول مرة شوفت ماتش كورة بس لا مادم فيه في معلش ايه اه اه اتفضل يا سيد عادل سمعينك اتفضل لا الكلام ده بقى تقوليه في الاسم حضر طب اقول ايه هنا دلوقتي بحوالي الابراشي عاديين يتبع وكي مش عارف سيه يعني مش عارف اه استوز عادل هنا يعني شفت التعليقات شوية اه على يعني فكرة صفر وفد من الفنانين البعض تعامل مع ده بان ده ليس لائقا او مناسبا يعني بقولك يا وائل مدام تحية كاريوك الفنان العظيمة كانت على رأس خطار الرحمة في اوائل وعمل الشغل جميل قوي يعني طبعا جمعه عدد كبير من الفنانين والفنانات شاكع فريق كرة يعني بتحبش الكرة كمان انما هي الدازع الوطني هو هو ده خلدها تعمل كده هو ده والله طيب مش جايز ده يا استوز عادل خلينا نايش معاك ده مش حكاية كاس العالم في تراكم مط ضد الفنانين شوية يعني جايز ان يكون فيه احيانا بعض القضايا المختلفة والمتعددة اللي ملاقاش علاقة بكاس العالم لكن فيه تراكمات نفسية عند البعض كده اول ما يشوف الفنانين يتصدرون المشهد فيه مناسبات ممنوع الفنانين يسجعوا منتخابهم او يروح يتفردوا على المتش بتاحهم لا طبعا مش ممنوع ما هو ده ده بالعكس قطاعات المجتمع كلها يجب تكون موجودة والفنانين عملوا كده من نازع وطن من حبهم لبلدهم من حبهم لوطنهم يعني هما اللي راحين ياخدف دوس ولا راحين لا كمان ده احنا روحنا دباحونا ورجعنا اشتام ايه اللي عمناه ما عملناش حاجة طيب وانا اهمك مادم فيه بس كان فيه يا سيزة عادل غضب شوية ملوش يعني احنا ليه بعتين الفنانين وده هم حاجةش باعتهم هما اللي راحوا لا يعني هما راحوا اه ولكن بدعوة من جهة ما يعني طيب ومالهم ما انتش شايف ان فيه تراكمات نفسية جايز موجودة عند الناس باتجاه بعض الفنانين تراكمات حوادث سابقة عندهم احساس ان الفنان ده صلو بتاع التسلية احيانا بسمع ده من بعض التعليقات يعني انا شايف انتماء نفسي سايكوباتي انتولوجي سايكوليشي فاسيوليشي انت اهتميش اصلاح بديكيشن بس انت لخصت الحكاية هو ده السبب هو ده السبب انا السابق طيب سايز عادل الساز عادل نعم عادل اعز ساز عادل ايوة فان يعني انت رفعت معنوياتنا النهاردة ربنا يكرمك ويخليك دعمك هو كده دعم لا لا ده هو دعم بلده ودعم فنه لأنه ده هو ده القدوة يقعد زي أستاذ عادي الإمام ده قدوة للفنانين مش عاوزة كلام طبعا ربنا يخليك لينا يعني شوفي أهم ميزة هو في الحياة على فكر عايزة أقولك بناتك تغربين يا حبيبي ربنا يخليهم له بعض إن شاء الله دايما يا رب انت عظيم ولادك يعني مش هي المسؤولة عن صفر المنديال يا أستاذ عادل يا رجل احنا عم هذر ما تعمل تحليل كده شوف إيه السبب يعني يا كوبر وفي في عبده كوبر وسببه اللعيبة وسببه أشياء فيه بعض السبب في الصفر لا لا كوبر وفي في عبده هو احنا في صنر الدرجال يا وقت آه انت شايف فيه مبالغة شديدة يا رجل مايش كان فارغ مقر ماشي يا أستاذ عادل الحبيبي ربنا يخليك له هنا يا رب ودايما منور كده وخلي لك ولادك وخلي ولادي وخلي ولادي الناس كلها يا رب ديك الصحة والعافية جالك دعم الزعيمة ده كرم من عند الله وانا بحي لعبتي اللعيبة المصريين كل اللي بلعبوا في كلها نحاق مصر بقولهم انتو على راسي من فوق والكورة مكسب وخسارة وانتو عملتوا اللي عليك والناس كلها عملت اللي عليها وكلهم خسرونيك وبدوله نفسك تشوفيهم والله لو شفوك من شارع يلفهم الشارع التاني والله العظيم بالعكس حضرتك انت فاهم غلط الفنانين بتحب وهي قرة تمنع ايه عن الفن ده فن يا أستاذ واقل احنا انتفاكريني الدنيا غلط خالص انتو واخدينها بسكة تانية خالص الفنان ده حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة جدا طبعا طبعا والفن والرياضة الحال مكملان لبعضونا البعض ازاي انتفاكر لما كان يعملوا ليلة تلفزيون هو ده مش فن فين الحاجات الحلوة بتاعت مصر بدلا ما نتكلم بقى فيه في عبده هو اللي خربت الموديوليان ده ولا اسمه ايه المونديال المونديال انا مالي ومن المونديال طب ليه ما يكونش الأستاذ توك توك بتاعهم هو اللي خربه انا مالي كوبر يعني انت بدل اوبر وكريم فيه اوبر وكريم هو توك توك بقى محتس في الاسم طبعا يعني خلينا كده ناخد خطوة خطوة من الكلام اللي انا سمعته كمان او خلينا شوف فيفا عبدو اول ما وصلت يعني البعض بدأ يتدول هزي الفيديوهات خاصة بقى ايه يعني ايوا بقى وخمسة موى وقالوا كده احنا مهزومين طب اسمعها اسمعها قبل ما تنفعل يا اسمعها هايوا بقى قول يا رب يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله بيزدك يا رب كلكم قولوا يا رب الحب ربنا قول يا رب يا رب يا حمزة يا رب العالم يا حمزة بقى يعني يا استاذ وقل الفيديو ده في مطار مصر من مطار مصر احنا بنقول يا رب واللي بيحب ربنا يقول يا رب قلناش غير كده يعني من مطار مصر عملوك موسكو قول لي نعمل ايه بقى وهده دف مصر دف مصر في المطار قول لي بقى ايه بقى ايوة بقى اشعار المرحلة دي ايوة بقى يعني ان شاء الله مثلا ايوة بقى بقول ايوة بقى ادعم ربنا الناس بقى اول ما تسمع ايوة بقى بتاعك في عدد ندف لك بس كده اللي يبقى فيه يعني في حاجة جاية مش كويس لا في حاجة كتير عندي انا ايوة بقى لا بالعكس انا لايه مستلحات كتير قوي الناس بتحبها وجمهوري يعني جمهوري اللي هو جمهور كفيفي عبدو بيحبوني في اسلوبي معاهم ايه دخلوا ده بقى في مطار مصر بقى في مطار موسكو اجمل حاجة سمعتها والله عندنا بتاعت الفيفا هيغير اسمه الى الى ايه فيفا عبدو يا سلام انا رقصت له رقصت له والمكتب بتاع اسمه فيه برضو للانتاج الفني فيفا اه والله اه والله ايه انتخاب فيفا لا في الفيفا يغير اسمه الى فيفا عبدو اه والله احنا شاب احنا شعب دم شرباط احنا شعب دم شرباط هتروح كده تيجي كده احنا المصريين دمنا زي العسل اه انتخاب فيفا عبدو اه رئيسا للفيفا طيب اه وشوفي فيفا وفيفا ها مجبناش حاجة من عندنا اسمه اسمه هو والله اه استاذ ده والله اتحاكي بقى انت عاملها يعني اهو الجو حتى ما تاخدهاش باكتاب تعالي بقى انا كتاب تاني مجدة خير الله كان عندها وجهة نظر تاني ما يهم قالت ده بتكلمنا عن البنزين والناس تتحمل ورايحة مجانا اه تب ليه تب ازاي تكلمنا عن ان الناس تتحمل خلنا اسمعها الاول نسمعها شايف ان التصرفات دي كمان استفازت الناس لان الناس متحملة بالزبط كده فبتتحمل على اعتبار ان ينجح يعني الاصلاح الاقتصادي والمشروع فيجي يلاقوا كمان ان الناس حد كده كان لسه الاستاذة فيفيا عبدو طالع في برنامج تقول ايه يعني انت بلزين غيلي هو يعني بتقوله الغلابة زعلانية وهي الغلابة عندهم عربيات عشان بتاع يعني فيه احساس بعدها يعني مفيش احساس خلص ببنشعر الناس الناس على اخرها مش جاهز كلامك عن الاصلاح الناس متحملة فعلا خطوات اقتصادي بس انت خدتها بشكل تهكومي شوي طب ممكن تديني فرصة تتكلم ودافع عن نفسي فهي بتقولي يعني هي بنزين برضو انا مظلومة يا استاذ وتطلع لا انا مظلومة برضو يا استاذ وائل انا مظلومة بموضوع البنزين هقولك ليه انا لما اتكلمت في موضوع البنزين اتكلمته من سانة فاتت مش جديد انا بتكلم من سانة فاتت ودي غلطتي ان انا الحاجة اللي ما فهمش فيها ما اتكلمش فيها زي ما انا قلتلك يعني مثلا انا من وجهة نظري اتعلمت الصلاة من وراء امي في دلت تقول امي عمالة بصلي واجي ولا الضلين ولا ولا الضلين مش عارفة هو عاوز يقول ايه ايه اتضلين ولا الضلين اتعلمتها من وراء امي كده لكن معنى كده ان ربنا مش هيخفرلي هيخفرلي طالما عاربت الصح من الغلط حكاية البنزيم يا استاذ وايل انا اتكلمت فيه لما كان ثمنه خمسة وتسعين وبقى مية وحاجة ده كان من سنة وعملته في تويتر ولما جات تسألني فيه دلوقتي رديت على هذا المنطلق على الحالة اللي كان التمانية مش على الجديد انا معرفش ان موضوع البنزيم ولا ليه فيه الناس مش مشكلة لكن القضية في انه الناس خدوه انه يعني تهكم على انا لا يمكن اتهكم على شعبي ولا يمكن اتهكم على الناس اللي انا منهم وانا منهم وانا بحبوهم وانا فقيرة يا استاذ وايل وانا قلت له بالكلام ده قلت له ما انا مطلعتش في بقى مع الاداب والألماظ انا واحدة مبتدية من السفر وعملتي نفسي بنفسي ومش عيب ان انا اكون انسانة اعملتي نفسي بنفسي انا طالع اقول بابا ولا ماما ولا طانط ولا انكل ولا ابي ولا عوجة بقش مالوي مين ولا بكلم في الانجليزي لا يا استاذ وايل انا من الناس دي بس انا لما عملت اتكلمت عن البنزيم كان بجني ب99 وبقى ب2 جنيه وانا معديش فكرة وده يخليني اني تاني مرة الحاجة اللي ما فهمش فيها ما تكلمش فيها اه يعني انت تعلمتي من ده دلوقتي هتتساني في اي سؤال اقولك انا اسفل والله مقدرش اجاوبك يا استاذ وايل انا ما فهمش فيه بعد كده ده علمتني ده علمني لانه لما عرفت ان البنزيم يوميها ب7 جنيه طبعا انا ما عرفش ده بتكلمني عن حاجة من سنة عاملال تويتر ايه اللي جابوا ساعتها في السؤال يعني بتكلمني وانا لازم ارد عليها بس مش اصدى ارد على كده انا مش هدى مش ممكن ازعى الجمهور اللي بيحبني ومش ممكن اتكلم في حاجة وانا ما عرفهاش انا ما عرفش حكاية البنزيم يا جماعة وحياة ربنا لا بأفهم في السياسة غير مين رئيسي ولا بأفهم طول عمري على فكرة ولا بأفهم في الجين غير ان انا مسلمة موحدة بالله بقولك كنت بقرة ورا امي ولا الضالين ولا ولا الضالين فانا مكنتش عارفها فيين وفيين لما سألت يا جماعة وقصد الراجل الضالين فسألت فيها ومش حرام حتى ربنا هيكتب لي وبعدين الحسن عند ربنا مش عندي العبد يا استاذ واقل اللي بدي الحسنات ده ربنا مش العبد طبعا طبعا ربنا بيحاسب البشر ويعلم ما في نواياهم بالزبط كده طيب عايز تقالك بس عشان يعني احنا ايه يعني عشان يبقى الموضوع ده لانه الحياة الموضوع طبعا اخذ حجما كبيرا اوي يا ما انت خير الله بتفكر ترقص ولا حاجة انت عايزة ترقص يا حبيبتي ولا في ايه مالك مش طبيعية يعني ما انت كنت عندنا سمن على عصر طولوقت في البيت ده مش فهم يلا بعد كده بقى النقابة لها علاقة معاكي ماناش دعوة بقى اه بس انتو المسألة ما كيتش ماجد خير الله بس كان فيه تعليقات مختلفة طيب ماشي بنعتزل للناس كلها وانا شخصيا هشوف الجهة اللي عملت لي او سكتارت الطيارة اهيه قطر قلت خيركم ومرة طوبة من النوبة ماليش جاعب اي حاجة طيب خلينا بقى ناخد يعني اغلاقا للنقطة دي طبعا انت بتقولي ان لقيت اله كنت مستقى جدا من حجم التعليقات هل في حد يكلمك يعني اتكلمته مع بعض يعني كنت فيه عدد كبير من الفنانات هنا اتكلمته مع بعض وقلته وليه الحملة علينا كده وإيه السبب ناقشته بعض وانتم موجودين ناشي اللي الدنيا اتقلبت يعني 180 درجة على حاجة ما اللي ناشي جاعوا بيه خالص خالص احنا لا نستورنا مع حد ولا شفنا حد ولا نعرف حد هنزين الزباية الناس واقل ناس احنا رحين لحبا لمصر سواء فنان سواء دبلوماسي سواء ايا كان معنا كلنا فئة واحدة وبنان طيب هل بقى البعض يعني دايقتي كانان البعض بقى يعني كنت رايحة في مؤتمر انت لدعم السياحة عندنا البتاع ده فقاله عندنا بتاع اللوجو بتاع المؤتمر كان في مؤتمر لدعم السياحة او لدعم اه السياحة لمصر فاتكتب هجيبلك بس العبارة يعني البعض بدأ واخد ذكرة انه لا في في عبده حاجة تانية بعد كاس العالم لا بلاش علشان ما نخسرش كنت انت يعمل حاجة دعم السياحة مش كده لا ما عامتش حاجة فعلا تبهت لنا اللوجو ده كده انا اتمنى يرجعوا يدعموا السياحة ويعملوا الليالة التليفزيون ويعملوا الليالة الحلوة اللي كانوا بيعملوها طولهم راما الفكرة بقى ان التعليقات تلاقيها ممتدة بهذا الشكل اللي هو يعني جايز لو راحت في في عبده مناسبة تانية يطلع مكفاية اللي حصل في كاس العالم اه يعني الشجرة المصمرة اللي بد رميها بالطوب انا بعتبر اي حاجة بتتقالع عن في في عبده فهو ما اكسب لفي في عبده خلص انتوا عايزين تكاسموني كاسموني يبدالوا تكلموا اولا اللي هيستمع على في في عبده فهو ياخدل سيئة وانا هاخدل حسنة وطلع الحالات انا الكاسبانة انا الكاسبانة انا الكاسبانة اه كتاة كلمتي انت لبست الفستان الفرعوني ده هناك لا لبسته في مهرجان كان ده كان في فلوسر اه اه بس لبسهولك في كاس العالم بقى لا لا يعني الناس الناس طلعوا ده على اساس ان انت وانت هناك اما هو ده ظلم طلعوا الصور ده اما هو ده ظلم مثلا يعني طب وحتى لو لبست ده هناك ايه المشكل فلوسر واسوان طب انا لما رعت مهرجان كان م انا راحها لبسته كلوباترة مش كنت مهرجان كان مهرجان كان ده مش مناسبة عظيمة جدا من ان انا تعزمتها فيها ماانا تعزمت فيها في هي عبد الرقصة وانا تعزمت ٦ قضي مني راحت بملاء Peach وانا رحت لابستة كلوباترة طب ايه المشكلة يا جماعة فيه ايه فيه ايه انا طلع محضرتك عشان اقول انا يا جماعة ما شفتش اللي عقبى خالص يا جماعة انا رحت زي زي بقيت الناس يا جماعة احنا ظلمنا اكتر من الظلم نفسه بالكلام اللي اتقال علينا كفنانين وده عيب كبير جدا ان اتقال علينا هذا الكلام اللي اتقال والمفروض ان الناس ناخد حقنا لان ما عملناش حاجة احنا مظلومين طيب وانتي هو بتعبري عن وجهة نظرك وحنكمل تاني هنكمل معك وتاني هنطلع فاصل وحنكمل مع فيفي عبدو لي دايما كمان الجدل يثار مع فيفي عبدو مع اي تصرق في حاجات كتير حصل فيها جدل اول ما يبقى فيها اسم فيفي عبدو ايه السبب ايه المشكلة ولماذا يتم التعامل ايضا مع الفنانين بهذا الشكل خلص خلصنا الجزء بتاع كاس العالم لكن حنكمل في بعض القضايا الاخر مشاهدين انا احييكم من جديد لماذا فيفي عبدو تحديدا لماذا كانت هدفا لسهام الكثيرين بهذا الشكل طيب القضية مش كاس العالم بس يا مام فيفي ليه يعني احيانا كل حاجة متعلقة بيك تعمل الضجة دي انا قبل كده سألتك في حكاية الام المثالية وزعيلتي بقى قلت ليه الناس عاملة ضجة وانا مش ام قبل كده حتى زمان انا فاكر كان فيه موضوعات صحفية يسألوا المشايخ يا مائدة الرحمن اللي بتعملها هفيفي عبدو حلال والله حقا تعملي مائدة الرحمن يبقى فيها الجدل امه المثالية يبقى فيه مشكلة كاس عالم يبقى فيه مشكلة اه تعتقد ايه لثبت؟ هو فيه حاجات انا ممكن اتكلم فيها يا استاذ ويل فيه حاجات ما ينفعش اتكلم فيها اه اللي بيني وبالربي هو بيني وبالربنا سبحانه وتعالى بس اللي يعلم بيه ربي طبعا وانا معاك في كده انا مش من حق حد ان يحاسب اي شخص يعني او ويفتش فيه نواياه ده الحرامي لو دخل يسأل بيقوله النبي والنبي ربي تستر الحرامي ما بيخش يسأل بقوله نبي يستر الانسان اللي قاعد في جامع ودخل اي واحد هيقوله انت وظيفتك ايه ولا انت بتعمل ايه هو ليه ليه بيستقتروا على البناء ده من يكون انسان طبيعي زي اي انسان في المجتمع الله ام طب انا ام بربي بربي ست محترم ست محترم ايه في ايه 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 اللي بنسبالي غير اي ام ايه ان انا معروفة وغيري مش معروفة ده مش زنبي بقى ده حاجة بتاعت ربنا وليه في زلك حكم وبيقولك انا هفضلك دي البناء ادم ده حتى الناس كلها تستعجب عليه ما هو ده برضو بالدية انا النهاردة لما تلاقي الاطفال الصغيرة بيجايبين سيرتش والشباب الصغيرين جايبين سيرتش وبيحبوني هو ده مش كرم من عند ربنا ما بعده كرم طيب بتشوفي فيه زدواجية عند البعض في التعامل معاك يعني ممكن الناس تحب تتصور جدا معاك بس تقوله اهي ام في في عبدو خد ام مثالية يقولك ازاي كاس عالم ازاي هي ايه الام المثالية مصر بنتكلم في الام المثالية قلنا انه كل ست بيتها هي ام مثالية احنا بلدنا دي او اي بلد في العالم مش محتاجة ام واحدة تبقى مثالية كل واحدة بتربي ولادها صح فهي ام مثالية كل واحدة بتعرف قيمة بيتها زوجة صالحة دي ام مثالية كل واحدة بتخدم امها وابوها بشيل جزمتهم على رأسها هي ام مثالية كل حاجة في البناء ده طالما بيعملها مظبوط بما يرضي الله هو مثالي بس احنا في كتير مثاليين مش واحدة طي انا بقصد بالزوجة زي حتى قبل كده زي انت بطلت تعملي مائدة الرحمن اللي كنت بتعمليه انا عمري بتكلمت في الموضوع ولا اتكلم فيه لان اللي بينه بين ربنا مش يجب واحد تالت ولا ايدك دي تشوف ايدك دي المفروض اه بس اكيد كنت بتزعلي لما تلاقي فيه بيسألوا المشايخ يعني هي مائدة الرحمن بتاعي تفيش عبدو دي حلال ولا حرام والله اللي يعلم بيه ربنا انا ما اتكلمش في الموضوع ده ولا بتكلم فيه ولا تحب تتكلميش ولا بتحب تتكلم فيه لان اللي بينك وبين ربنا يجب ايدك دي ما تشوفش ايدك دي المفروض فالواحد طالما هو كل واحد مسؤول من عرقوبه دم ربنا بقى يحسبه بيعمل ايه بيعملش ايه هو ربنا هو العالم طيب بتشوف المجتمع زمان كان احسن في التعامل مع الفنانين ولا يعني فيه شوية ربما الان يعني الناس مشدودة الى الخلف شوية باتجاه ادانة الفنانين يعني قبل كده زمان ما كانش ده مصار بالشكل ده لا 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 ولا دلوقتي مصار ولا دلوقتي مصار في الناس بتحبين كتير جدا انا مش متضايقة مين اللي قال ان انا متضايقة انا متضايقة ولا متضايقة ولا دايقتي حد لان انا طلعتي معاك دي بقولهم حكتين انا ظلمت فيهم وما ليه الزنبي فيهم غلطت غلطة ان انا اسألت عن حاجة وانا ما فهمش فيها زي البنزيم المفروض دي مش شغلتي يسألوا بتطور البنزيم ما ليه جعوة سألت سؤال زي حكايت الكورة انا مظلومة فيها انا وزميلي ما عملناش حاجة ايه اللي احنا عملناه عشان احنا نبقى فوش المدفع كده ما انا مش فهمة هما سيبين كل المشاكل ومعلىقين على ان احنا روحنا كاس العالم ده كان يوم سود يوم ورح والله العظيم احنا قفلنا ده بقى مش عايز نرجع بس انت بتحب محمد صلاح اكيد جدا حبه قوي وكان نفسك تتصوري بس انت دا ايه قلت بس هيحملوه لا والله ما نفسي تتصور معاك ابدا انا بس بدعيله من كل قلبي لانه انسان خير ومش هو بس في كتير زي محمد صلاح بس احنا واخدينه كدوة كاسم قدامنا لكن في كتير لعيبة محترمين وزي محمد صلاح ولازم ندي حقهم اللعيبة دولا ما لازم نديهم حقهم هو الملعب مش 11 محمد صلاح الملعب فيه 11 لاعب 11 لاعب دولا كل واحد ليه حقه ليه احترامه ليه ادبه واحنا بنقول كمحمد صلاح اللي انا شخصية عامة وبيلعب بره وخير وبيجي يعمل حاجات حلوة للبلد فاحنا مبسوطين به فخورين به وعاوزين زيه كتير اوي وعاوزين الناس كلها تقلده ويلعبوا بقى كورة في الشوارع ويسلوا زي ما الناس طلعت اهو دا طلع غيره طلع غيره طلع ايام اسماء طلعت من الكورة وكانوا عمالقة الكورة يعني فيه ناس كتير لعيبة كويسين وبعدين دا احنا نحمد ربنا نجي كس العالم وخلصنا من عبدالغاني دا يلا بقى مجدى عبدالغاني اه انت كمان كنت عزب دخل مجدى عبدالغاني يلا بقى يا مجدى انت زهيتي من جن مجدى عبدالغاني اه كبيتل على طول يقول لنا الجن بتاع الجن بتاعه وخلصنا منه محمد صلاح بس خلي بقى لك الهجوم كان في كس العالم عليك وعلى مجدى عبدالغاني بقى ما ليش دعوى بقى انا بقى بحمله الغلطة مجدى عبدالغاني كان بضحك في المدرجات انا معرفش لكن انا بقولت العمر وبيطلع يقول انا اللي عامل كور انا اللي اديت جن في كس العالم اجيبه برنامج يقول لنا اديت جن في كس العالم نقعد في اي حتة هو اللي جاب جن اهو الحمد لله حد تاني جاب جن عشان خلصنا من دا وان شاء الله الجاي يحصل بكتير طيب زهيئة انت من مجدى عبدالغاني فخلصنا خلاص طب لو كوبر كتب في تقريره ان فيه في عبدالغاني السابت تقولي ايه في ال احنا بالسنين التقرير بتاع كوبر سلمه النهاردة كوبر اه لازم يسلم التقرير النهائي ان ايه نتيجة كل مجهوده يعني فهو حتى اللي تصرب منه انه قال ان انا عملت كل ما عندي وقدمتلكو انجازات كويسة وخدت الفريق جثة هامدة ووصلناكو الكاس الامم الافريقية وكاس العالم طب لو حمل فيه في عبدالمسئولين لا ايه يا امستاذ وايل هيحملني المسئولين زنبي انا اعرفه حتى هو راجل انا اعمل شوية خيالتك انا راجل ده معرفوش معرفوش كمان هيحملني هو كمان يلا يا بخت من بات مظلومة ولا باتش ظالم كفاء ان انا معلم خديتي كده والناس بتظلمني وانا راجل بس هو متكلم عن تركيز اللاعبين ايه لان احد الاسباب للهزيمة اه انه ما كانش فيه تركيز للعبين بس ما قالش ايه لسه هنشوف المكتوب ايه اه انما انت مش معترفة بيه كمدير فني شايفة انه كان لازم يتم لا ازاي مش معترفة بيه انا انا ما فهمش فيه بس انا سمع الناس جنبية عمالين بيقولوا فوداني بتسمع الناس اللي في الملعب اللي ورايا بيتكلموا ايه عم كوبر ولا يا عم مش عارفة اوبر اه انت الروس طوال وانت عمال بتلعبهم كرة وطية المفروض يلعبوا كرة وطية مش كرة عالية ده اللي انا سمعين من الناس اللي بيكلموا احساسك ايه اول ما خدنا 3 جوان في 17 دقيقة هو انا بقى عندنا احساس احنا دمنا راهيري بكله هو بقى فيه احساس احساس الا نحسه احنا جايين كلنا شجاعة وكلنا حب وكلنا دعا وكلنا لكن ربنا عاوز كده هي الكرة مكسب وملعب مكسب وخسارة مش جديد والله مكديد خالص بس وانت بتشجعي لما لقيت 3 جوان كده على طول خطب اللي جوان انا مبشوفش تحت انا الايباد طير عيني خلاص ما بقيتش نشوف حتى تحت فانا شايفة فين انا شايفة في الشاشة وسامع اللي بيقولوا جمي لا انا نظرك ضعيف كمان ورايح اتشجعي مش شايفة وراح اشجع عامل ايه فمش شايفة او اللي لا مش شايفة والله خالص هما اللي بيقولوا بقى جمي حوالي يا عم كوبر ويلفوا وشهم ولي صوت لا اللي صوت واللي عيت واللي يقولك لا انت غلطان انت كان لازم مش عارف ايه وانا وقفة مش عارف حاجة انا مش عارف حاجة انا عادت في الاخرى عملت كده خلاص عايز امسل من الملعب ما عارفش بيروحوا منين مشيت اه فلاقيت زابط واقف قلت له انا مريضة انا عيانة سك زابط روسي روسي اه راح واخديني بالامبلاج لغاية لما وقدوني خدت ابرة وبني الابرة على القوتيل ومن القوتيل على مصر شكرا وبيشتموك هنا وبيشتموني هنا هعمل ايه ها راقل عسكاء الزابط هناك قلت له انا سك كزمي حتى هما بفاموش الانجليزي كويس كمان حتى اقول له سكوزمي وترجم له بسكت له ضاري وانطوله بشادر امشي ومنفضلك فجاب الامبلاج خدني وقدوني شلوكي بقى وقدوني خدت ابرة انت دانك لعب مصاب الدكتور قدينه مصابة ها ثلاثة منك مصاب هو دايما دايما الفنان عليك جدل كتير اي شخصية عامتها اي شخصية عامة بس انت قلت توبة والنبي لو لو قالولك تاني تعالي مطش لا 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 خلاص اولا مش هاروها المطش لانه خلاص بقى ايه تفاقل وخسارة ويلبسوك انت المشكلة انت مو علي ايدا كله والنزام بيه تعالي بقى ندخل محتة تانية فيفي عبده والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي انت عاملة لنفسك كده حالة البعض بيقول خلينا اقولك بوضوح يعني ايه اللي بتعمله فيفي عبده تعال نشوف يعني انت عاملة بعض حاجات الساعات احيانا فيها رأسه فيها يعني خلينا نشوف كده ادلع الدلع ده نشوف عزين ندلع الدر وانشايس الشايس واندقلق المبعرقين ويلا باع اشتات وعسلات وفلات من مصر ومنتون عزين ندلع الدر وانشايس الشايس واندقلق المبعرقين اللي مش عارفين يمشي لازم يرياضة ولياك ويلا يميدوا نتقابل فين في الليد واللي مش عاجبها تأثر وتلم المتقصر وتحط السليم على جن واللي في جمالي تفعلها في عالي واللي مش عاجبها من شعرها اجيبها ايه ده مدام فيه بعدها يقولك يعني يعني ايه ده ايه لا ده يعني انت اما انت قدمي فنن ما وقصده مش هيبقى ده يعني الفهات كده بتموت يعني طب ما انا ولا يجب للفناء يعني اللي حيبقى مصرحية تعملية فيلم بتعملية وانا ما بعملش له مصرحية ولا بعمل فيلم طب ايه بقى ده وانا لما اقول للست قومي خليكي رشيقة كده ودلع الدلع يعني يعني اعمل ببيتك قومي خليكي نشيطة والمبعجارة دي ما فيش داعي خبتي خبتي تستفيدي طب هو انا ايه اللي اعملته غلط اعمل حاجة غلط مش اعمل حاجة غلط لا يعني البعض يعني طب خلينا اقولك يعني 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 كلنا في مراحل زمنية معينة ممكن اعمل حاجة لكن بعد شوية اقول لا سني لم يعد مناسبا لها ما بتقوليش ده يعني انا شخص اي حد يقول ده ده لا يتناسب شوية جماعة لا خلاص بقى يعني انا فيفا عبدو لازم ادل نفسي شوية وقار وبتاع يا استاذ انا كل وقار وكل احترام وكل ادب وكل زوق كل حاجة فيها حلوة بس ما فيش منع اني بادمي خفيف وليه جنهور صغير بيحبني وليه ستات بتحبني وليه ستات انا قدوة بالنسبة لهم ورشقت القدوة بالنسبة لهم وان انا لما خست ناس كتير اوي خست وانا لما بكلم مع اللياقة بقت الناس كلها حبة نفسها وحبة تبقى عندها اللياقة وده ايه المشكلة مال ومال السن وانا لازم همسك لك عصايا وانا مش اقول لك انا عندي مليون سنة لا مش لازم اه يعني انت شايف انك ايه دخل السن يا استاذ لا بكلم انا بكلم ما يناسب كل مرحلة وانا بعمل ايه انه شوية مناقض للوقار اللي يجب ان يكون فيه مرحلة زمنية معينة ايه 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 اكوين وزيرة اخلني اكبقى وزيرة انا سبت فنانة مانش وزيرة له هلبطت جرفطة ولا راح هالصبح الوزارة انا سبت فنانة وده فني بتعملتيه بكل أشكاله لا بس انت الوقتي فيه عندك مدفعية فيديوهات بتطلقيها بشكل مبير لا أنا ست محبوبة والناس كلها بتحبيني أقولهم بلاش تحبوني عشان خطر أنت السن بقى وأنه لازم يبقى وقار ولازم أعود عاملك كده ولازم أكلمك بشوق والسكينة عشان بقى وقار لا أنا بتكلم على طبيعتي وهو اللي أنا عاوز أقوله بقوله طيب بتعملي الفيديوهات دي ليه وأيضا الفيديوهات بعض المشاهد لسه اللي حنشوفها إيه الهدف؟ الهدف إن أنا أكون سعيدة وأسعد اللي قدامي أنا أكون سعيدة وأسعد اللي قدامي يعني أنت بتبقي مبسوطة وأنت بتعملي ده طبعا وإلا ما كنتش هعمله أنا بسعد نفسي وبسعده ببقى قدوة بالنسبة له يعني لما أقولها قومي وأعملي اليقة وأعملي رياضة وأعملي وأنا بقولها أه بقولها روح شمي خد الكيلو هيروين أهو يقطع حط منخيرك شمي ما بقولش حاجة آه بس بتستخدمي يعني مصطلحات الدلع وماله هندلع الدلع ما محطوط هندلع الدلع كل الناس بتقول ندلع الدلع وانت شاهيص الشاهيص فيها إيه؟ طيب عثينا يا ابني مستند تاني كده بتاع الهزار لإنه ظاهرة فيديوهات هو في إيه بالزبط؟ ظاهرة فيديوهات فيه في عبد المنتشر آه ده أنت جايبني في مبرامة بقى على مواقع التواصل موسيقى موسيقى ده كلام ده مالامة في فينا ايه بتاع فريرو جاكو ده كلام ده فريرو جاكو دي أنا تعلمتها من بنتي عزة في المرضي دي فاكت أقول لها ماما خدت إيه؟ قولي كمان حفظنا نشيد في المدرسة فاقول لها حفظ قولوا لي حفظت إيه؟ فحفظتني فريرو جاكو وأنا خلصت كل الإنجليز اللي عندي مع كل الأصدقائي والفرند بتوعي فحاولت دخلوا من حتة فرنساية عشان بس نوعا متغيير يعني عشان أغير بس اه بس يعني ايه؟ يعني شكلا ومضمونا في النهاية طبعا يعني من حقك تعملي أي حاج بس كمان الناس زي ما يعني الفنان الناس بتحسبوا على ما يقدموا يعني ده يعني ده يليك ما يليكش ده في إسفاف ولا لا؟ وانا عملت إيه كوني بقول فريرو جاكو انت تعرف يعني معناه إيه فريرو جاكو؟ طب ما هو مفيش حد بيعمل ده اللي أنت لا حشان كده أنا مميزة ياريت كلهم يعملوا كده هيلاقي كل الناس تحبوهم ما بتخافيش ده يقلل شوية؟ بالعكس ده ده تعملي نشاط ما بعده نشاط وحب ما بعده حب وطبيعية وعاوزة على قلبي حاجة عاوزة أقولها بقولها وبتمقش مع الناس بموتها البساطة وبحبهم والبنات كلها بتحبيني لأن أنا بحب النصيحة لأن البنات دي بعتبرها أولادي وكل شاب أنا بعتبره ابني لما بتكلم معهم بتكلم من خلال الأم يعني أنا ما بعملش حاجة الرأس أنا بحبه دي مش عاوزة كلام ده شغلتش لكن بقيت ما بتكلم معهم في كل حاجة عاماتا بنتكلم في كل المذاكرات يعني مثلا لما يكون عندهم امتحانات أولا نقول ألف مبروك لكل الناس اللي امتحنوا الأيام اللي فات دي ألف مبروك لني نكحوا وهارد لكل اللي جاي وربنا معاهم يعني أنا بتابعاهم بيذكروا إمتى بيخلصوا إمتى امتحاناتهم إمتى إمتى خشلوا إمتى ما خشلوا يعني أنت بتتواصل كده مع الناس طبعا طبعا ملمة بيهم ما بطيعش وقتهم على الفاضي يعني مثلا لازم يناموا بدري بطلع لهمش أنا متأخر عشاء خطر ده لازم يناموا يذاكر فأنا عارفة إمتى هطلع لجمهوري وإمتى ما طلعش لجمهوري في عندي حاجة اسمها أولاين بخشلهم منه أو مخش آه وانت يعني بالتواصل ده والبث المباشر مع الناس كده ده بيحققلك اللي انت عايزايا يحقق لي ويحقق لهم هم يعني أنا بحقق لهم من خلالي أنا انهم يخلي بالهم من ذكرتهم يخلي بالهم من انهم يبقوا كويسين نصائح في في عبده لهم طبعاً بتطلع لهم خبرة الحياة طبعاً هو بس اللي عندي خمسة أموة وإيوا بقى لا لا بقول كلام كتير جداً ومنصح الناس في حاجات كتيرة جداً 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 طيب، هطلع الفصل الأخير بس بعد كأسر العالم مش هتبطل خمسة أموة لا مش هبطل يلا بقى وايوا بقى لا ده قبل كأسر العالم أنا هبطل كأسر العالم إنش هبطل خمسة أموة ولا يلا بقى وايوا بقى هنكمل معاكم بعد الفاصل ده الفاصل الأخي أصحابي وكل الفريند التوي أحبكم لأيه لوصلي المشاهدة العالية لأنا كي أحبكم قوي خبصة معاه يا لهوي يا خرامي إيه ده إيه ده عايز أقول لكم كلموني عن نفسكم شوية في المنظر اللي أنا فيه ده عايز أعرف جبتوا اللعب جي منينها موتكم والله العزيم ما تبصليش بعيرها ده شوف إيه اللي هكفر فيه يا ناس يشارك فيه قال له أكبر أربعة واحد يبقى كام يبقى خمسة خمسة وخميسة وموع طيب يميدو نتقبل في الليدو بقى باي باي وهاي وخمسة أمواء يلا يميدو يعني يردي مين المنظر اللي أنا فيه ده يرديكم بزمتكم الحاجات اللعب اللي أمو حبتنا نحبوكوا أول خمس أمواء اضحك مع فيفي عبدو بعد ما نكدت علينا في كاس العالم تاني برضو كاس العالم ما قلنا خلاص بس بجد إيه الحالة دي إنت عن لا يعني دي حالة طفولية مش طفولية وأنا طفلة فعلا وأنا عشت طفلتي وبعدين دي كل الناس بتلعبها في الستاتات كلها بتلعبها أيوة بس في مراحل معينة يعني أو في تلعبها وتحتفظ بيها هو أنت حسدني على مرحلتي ولا إيه أستاذ وقل فيه أنا حاسة إن أنا في عزي شبابي أنت بتحبي دايما تكوني شاب على طول أنا شاب على طول ما بتحبيش تقولي سنك لأ أنا عندي ثلاث سنين عندي سن إمتت ولدت وسن الناس شايفيني فيه وسن أنا شايفة نفسي فيه ومطبع ضف في حياتي ومطبع ضف حياتي أيوة آه آه بس أنت بتقولي إيه وأنا عشت طفولتي يعني إنت هنا بتستغد طفولتك اللي إنت معيشتي آه آه ليه لأ ليه لأ هو أنا ملعب ألعاب زي دي أنا عملت حاجة غلط إلا أنا عملته غلط يا دي مناظر تتعامل بس حاجة لذيذة جدا آه بس يعني ومسلية جدا يعني الناس بتعملها وتمغيها البعض كده صحاب آه بس عشان الناس منشية ما بيعملوش اللي أنا بعمله يعني الحاجات اللي عايزيني يحتفظوا بوقارهم بقى أنا ما بيمينيش أنا طبقية جدا وبالعب زي الأطفال فاش حاجة عايزة أقولوكو كان في مشهد أيضا في حلقة قبل كده مع فيفي عبدو تم تدوله بشكل كبير وهي بتسألني عن كيم كاردشيان مشهد الحقيقة كوميدي واللي عملو يعني عملو بشكل ساخر نشوف شبت بشيش أنت كم؟ كم؟ أعرف كم؟ أه طبعا ده هاي قبدي قبديه فريند أه مين هي كم؟ أه هاي 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 اضحك مع فيفي عبدو الله ده أنت هلكتينة من الده والله العظيم زي العسل أنا بسألك ومش عارفة أقول إيه وإنت تقول لي إيه ها ها ما أنت بتقول لي كم موفيك كم رئيس كوريا بردو يعني كان ممكن يا أستاذ وقل إحنا بشر إحنا لازم نضحك ولازم نعذر وإحنا إحنا صعاب نقطة مصريين كلها صعاب نقطة إحنا المصريين دمنا خفيف بطبيعته طب والله كويس جدا أنا كنت معتقدنك هتيجي حزينة مكتئبة من إيه لابس السواد تعلينينا الحداد ليه هاللي حصل في موسكو يعني لأ ما ليش دعو بيه ده عليش سكوز أنا ما ليش داخل بيه ده ده بيجي سكوز ده ما ليش داخل بيه أنا مالي هو أنا اللي كنت بألعب ده يا حظ فاجأة مبهجة بنفسك المبهج ما أنا مش ممكن أتغير يا أستاذ وقل أنا كده دم خبيب وابهكتينة يعني ربنا يخليكم طيب كلكم وأنا الهارة من رابع دوكم ده عايزة مناشع بس نسمعها القوي كان شيء فخر لي أن كل المسؤولين كانوا بينزلوا مصر الأجانب عشان تفرجوا على ففا عبده فطبعا بيسمين كده وبيسمين الهارة من رابع لا دي زيادة قوي قوي لا مزيادة قوي دي زيادة قوي لا 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 مزيادة على خمسة وتلاتين سنة راقصة ايه محفوظ مقلهاش زويل مقلهاش ما جدي يعقوب مقلهاش يا أستاذ وقل مش كتير على خمسة وتلاتين سنة راقصة الناس كلها بتعرفها الناس كلها بتيجي من أوروبا عارفين الرأس بيحبوني بيحبوا يتفرجوا علي أنا رأسة لكل الناس أقولك لمين أنا رأسة كل الناس ايوة مفيش مشكلة بس مش الهرم الرابع يعني هم بيقولوا كده وانا خلاص بقتر الهرم وانا انا طول طوبة منهم دا الهرم يعني بقولها بيقولوه خلاص يعني لكن مش الهرم يعني مش الهرم يعني لا المبالغات دي والأبوار دي بتخلي لا زي ما يقوله اي واحد اتفضل يا نجم ولسا طالعة دلوقتي اتفضل يا نجمة اتفضل يا نجم يعني عاجي جدا يا أستاذ وقل دلوقتي كلها حاجة عاجي ومن زمان ليه تقديره الراس ليه ينهسوا ليه فنه ويعتبروا اللغة عالمية مش محتاجة ترجمة وانا احنا دا الطبيعة بتاعنا انه بيجي في المطار عاوز اتفرج على فيفي عبدو وده عادي جدا طيب خلنا اسألك بقى في محطات كده يعني بسرعة لما انت عندك الطبيعة الكوميدية دي بس ليه بتقولي بحس ان فيفي عبدو جاية من طفولة حزينة او من بدايات حزينة في الحياة ليه؟ عشان دي بدايتي كده خلاص بدايتي كده وانا متعيتي دلوقتي ان انا اعوض كل لحظة كنت يأسى فيها كنت صغيرة ومش فاهمة كنت اي حاجة انا بعوض كل ده دلوقتي بعوضه اه بتعوضي كل اللي اللي يعني طالما ما بدورش حد ما بدورش حد انا بعوض نفسي بالحاجة اللي بحبها بس لسه ما بتحطش الفلوس في بنوك كان زمان يقوله في فعبنا ولا بنوك ولا مش بنوك خلاص خبتها في الدولاب الفار كلها اهو الله العظيم اول مرة حطيت الفلوس كانت في الشنطة فوق الدولاب الفار روحت اخدها وده البنك اللي قالولي عليه اللي قيت الفلوس ثلاثة رباحها متكلة من الفار قادي الفار اه مين كان نصحك انه الفلوس تحط او انت كنت ما بتحبيش تعامل مع البنوك ما فهمش كنت لسه اساسا دي اول فلوس اعملها في حياتي اه فهو الفلوس اللي عملتها في حياتي كانها الفار بعد كده عارفني يعني ايه تحط فلوس في البنك بقيت احطها في البنك وخلاص اه يعني انتقلت من الدولاب للبنك يعني عشت حياة طبيعية العادي بقى الطبيعي زي اي من قدم بيعمل كده قرد سولب اكيد العادي يعني طيب فيه انت كنت نزلت صورة لكي مع احمد زاكي وانت احمد زاكي انت عملت معه فيلم كانهاي الامرأة وحيدة اللي تكفي ده حقيقة احمد زاكي يعني شخصية عندك زكرة معينة مع احمد زاكي مش نسياه يعني انا مش نسياه كله على بعض احمد زاكي في كل وش مصري في كل وش مصري احمد زاكي تبص تبص كده للنجار احمد زاكي تبص مش عارفة للوزير احمد زاكي تبص راجل متلون كده و متلون بوجوه المصري يعني يحمل كل وجوه المصريين يعني بالضبط مصري 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 صاميم وبعدين ودود والله يرحمه ما اعزمش على اللي خلقه يعني كان ودود قوي وكان طيب جدا وكان اخلاقه عالية جدا والله يرحمه طيب والفيلم ده طبعا انت ده كان مكسب من اهم يعني ده كان نقطة الانطلاق قليلا انا اقولك حاجة الفيلم ده خد 11 جايزة انا ما اخدتش حتى مرسي غير من الجمهور يعني ما اخدتش جايزة من ضمن 11 جايزة دولب حتى ولا تشجيعية فعش كده ما هتمتش بالجواز بعد كده خلاص اهتمت ان انا لو عملت عمل كويس الجمهور هيشاد لي خلاص فبقيت اعمل اعمل كويس عشان الجمهور يشاد لي طيب عبدالحليم حافظ برضو في زاكرة فيش عبدو عبدالحليم حافظ انا كان نفسه شوفه كان اخر ايامه وانا كنت متجوزة فجوزي وداني شيرتون عشان طلع بس كنت اشتغلتي في شغالة وعرفني عبدالحليم يعني بسمعاني اني بنت مسمييني المهرة 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 يعني زي مش الحصان المهر المهرة فكان كان نفسي بحياتي اشوفه ما شوفتهش ما ان انا كنت سكنة في نفس المنطقة اللي همه فيه بس ما حصلش نصيب ان انا شوفته طبعا انا شوفت كل اللي عملكة مش عايزة كلام انا في اخر ايامهم كلهم شوفتهم واشتغلت معهم كلهم 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 في اخر ايامهم كلهم انا شتغلت معهم انا كان نفسي شوفه قوي قوي كان نفسي شوفه فلما شوفتوا قالت علي بنتهين تعالي بقوله انك رأسك وإيسا وده كانت اول مرة شوفه عبدالحليم كانت في اخر ايامهم انا مساعدة بحليم ده او الناس من كتر الظلم مساعدة اقولك حاجة انت ترفع بحليم ده قد ايه كان عيان ولما كان يقول للناس يقولوا للناس انه عبدالحليم ده راجل عيان يقول له يا عم ده كله تمثيل حركات انت تعرف ان كان يجبوه له الترمس بتاع ده الترمس اللي بياخدوه اللي بيجي الترمس اللي ايه اللي بيحطه فيه الاكل والله هو بتاع الاكل سمعمود الاكل يعني يعني مات وهو صغير ومات وهو عيان وما كانش الناس بتصدق برضو انه هو عيان الاخويل كتيرة مستقطرين على البناء ادم اه انت عايزة تقولي يعني انه شوفوا الناس بقصوة ازاي ممكن وكيتدعي ان عبد الحليم بيمثل المرض طبعا طبعا وهو مات بالمر يعني اللي كانوا بيفكروا ده فيه اهو شفت ازاي ايما فيه فيه ناس ظلمة وفيه ناس مظلي هنعملي هي الحياة كده هي الحياة كده طيب وانا بقى بختم معاكي طلعتي من من ازمة كاس العالم دي واضح انها يعني كانت من الازمات المهمة بالنسبة لك يعني وانا بختم معاكي طلعت منها بحصيلة ايه او بخلاصة ايه بعد الهجوم الشديد عليكي الى حد ان يعني التركيز مع فيفي عبدو تحديدا الاتهامات توجه لآه صحيح للفنانين والشخصات العاملة كدهت موجودة بس لفيفي عبدو تحديدا ايه اللي طلعت به من هزيه الازم طلعت به ان انا يعني انا اولا بقول لكم الحاجة اللي مش بفهم فيها انا بعتذر جدا الحاجة اللي مليش فيها انا معتش اعملها تاني وده يعلمني ان مش اي حاجة اعملها لازم ادرس اي حاجة عايزة اعملها عايزة اعرف ان دايما حتى لو انا متواجدة الشماعة دايما بتيجي علي انا وتوقف فانا اقول زي بعضو انا مش عاوزاكوا تزعلوا مني انا لا شفت اللعيبة ولا اعرف عنهم حاجة وربنا يدي اللعيبة كلهم الصحة والعافية والحضاشر اللي موجودين في اي ملعب ما همش كلهم محمد صلاح كل اللعيبة زي الفل وعلى رأسنا من فوق وانا محبيت محمد صلاح لاني محمد صلاح راجل خير وبيعمل حاجات حلوة للبلد وفي انا عشان كده حب أحبه جدا وبحب كل اللعيبة مصر في اسكندرية في اي حتة بحبهم كل اللعيبة مصر وبحب الشعب المصري بموت فيه بموت في مصر وطنية جدا 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 للنخاع امي ستي عمتي كلنا مصريين بحب بلدي جدا طلعت من الموضوع ده انه تعلمت الحاجة اللي مليش فيها ما تخشش فيها الحاجة التانية الحاجة اللي ما فهمش فيها ما علقش فيها ممكن اللي سألني فيها هقوله انا اسفة ما عاربش والله فعشان كده ده اتعلمت منه من استاذ الابراشي علمني النهاردة وداني يعني داني درس قاسي جدا على اللي اسمعته واللي انا شوفه ده لا نعطي دروسا هو كان الحوار مهم جدا انه الناس تسمعك كمان مهم جدا الناس تستفيد من النقاش يعني ايه اللي حصل ده حقيقة وكان لازم يعرفوا ان انا ان انا غلطانة وان انا غلطانة ان انا كان لازم من الاول قطعوا له ان انا مظلومة ما عارفش حاجة بس انا سبتهم لاني الماتشات لسه شغالة الناس كلها مشغولة في الماتشات كالنهائي غدا ان شاء الله بتشجعني ان كرواتيا وفرنسا غدا لا بعرف كرواتيا ولا بعرف فرنسا ما ليش جعب حد خالص خلاص طوبة من النوبة انا اشجع اي لعيب ما ليش جعب خالص طوبة والنبي طوبة لا تكلم في حاجة ما عرفهش ولا اروح اشجع حد ما عرفوش خلاص طوبة لا بنزين ولا كاسعال ولا ليه ادعو باي حد خلاص سكتم بكتم خرصون عميون الف شكرا بشكرا لك وانا سعيدة جدا بوقتي معك بجد يا استاذ ويل انت انسان عظيم وانا كان لازم اطلع من من مكان الناس كلها بتحبك وبتستناك وانا كان لازم اطلع من هنا وبشكر استاذ عادي الامام لمداخلته لربع التراصلنا كلنا وقدر الف خيرك وربنا يجعله في مزان حسناتك ان شاء الله انت فنان عظيم وقدوة كبيرة لكل الفنانين من مصر والعالم كله طبعا بنقول هارد لك للعالم العربي اللي خسروا في الكورة وهارد لك للاجانب اللي خسروا في الكورة وان شاء الله بكرة مايتمش الماتش خالص وفيما عارفت مين اللي كسب ومين اللي خسر وسكوزمي بقى عشان انا خلصتنا البرنامج مع الاستاذ بقى لليبراشي وانا ما هتطلعه واقولوك تصفى على خير وبحبوكوا اوي خمسة ما خمسة وانيو خمسة يلا بقى وايوة بقى وهتطلعوكوا اللاين ان شاء الله عشان ما حشتوني جدا مشكوك واسعيني انك اختصتين بهذا اللقاء مفيش فايدة مفيش فايدة فيفا عبدو الفيفا انا واثق انه يعني هيحلل كل الكلام اللي قالته فيفا عبدو في هذه الحلقة الكلام كان في غاية الاهمية وكمان الاهم من كل ده ان احنا نستفيد مما حدث في المناقشة هل فيه اتجاه عام احيانا ضد الفنانين في مناسبات من هذا النوع هل اللي قالته فيفا عبدو كان مقنعا ام لا حسيب ده للمشاهد يعني وطوبة والنبي طوبة تاني طوبة من النوبة خلاص يا اسستاذ طوبة طوبة خالص وان شاء الله نكون معاكم غدا في حلقة جديدة اشتركوا في القناة